بسم الله الرحمن الرحيم واحد فقط يلخص كل هذه الأحداث بعدما فاض الكيل وجاوز الظالمون المدى بص يا صدر إبراهيم بداية لازم أهنئ الكابتن عصام عبد الفتاح لأنه نجع فيما فشلت فيه كورونا تفوق عليه استطاع أن يصدر التعاسى والكآبة والحزن إلى كل بيت مصري أكثر من سبعين مليون أهلاوي في معظم بيوت مصر على مدى ترقومات بقى إلي عن زمان تبتقول كده طفح الكيل والحلقة دي حتشوفوا مجاهزين إيه عشان تعرفوا لماذا طفح الكيل وجاوز كل هؤلاء مرة واثنين وثلاثة وعشرة وطلعون لسانه مكرروا نفس الأخطاء وبتحدي جواد بتتخبى في اتحاد الكرة والتحادات متعاقبة وبعدين الأخ أحمد مجاهد يطلع يوز الأندية عشان تكتب شكاوة ومازال دورهم مش حيسكتوا هم يتعقبوا الأهل لأنهم لم يستطيعوا عليه عشان كده وبعد ده ما فاض الكيل وجاوز الظالمون المدى كان من المهم أن يدعو الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي مجلس الإدارة إلى اجتماعا طارع بدأ في السلسة بعد ظهر اليوم الخميس وانتهى بقرارات مهمة نشوفها مع الأستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي هذه تحية لكم مشاهدين الكرام وجمهور النادي الأهلي في كل مكان عبر شاشة قناة النادي الأهلي والحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي الأهلي نتلو على حضراتكم قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه المنعقد اليوم بمقر النادي الأهلي بالجزيرة الرابع من أغسطس 2022 برئاسة الكابتن محمود الخطيب أولا قرر المجلس المطالبة بإقالة لجنة الحكام التي فقدت نزاهتها ومصداقيتها ثانيا المطالبة بإقاف حكم الفار في مباراة الأهلي الأخيرة لحين التحقيق عما بذر منهم ثالثا عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم وهي كأس مصر والسوبر المصري لحين تنفيذ مطالب النادي الأهلي رابعا وأخيرا استكمال مباريات الدول العام بالناشئين واللعبين العائدين من الإصابة هذا وسوف يقوم الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بتوضيح كافة الأمور خلال الساعات القليلة المقبلة أربع قرارات وفي انتظار كلمة للكابتن الخطيب تعليقا على الأحداث وتفسيرا لها كلها بتتمركز حول هذا المعنى طفح الكيل يعني أعملنا معكم كل الوسائل خاطبناكم وناشدناكم وحتجينا وشكونا ولم نطلقى ردود بل لقينا تمادي فج 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 في تكرار الأخطاء ضد الأهل فقط ومساند مصابقة أستاذ إبراهيم فقدت مصداقيتها ولذلك لما تيجي تبص للقرار الرابع من هقف معك عن بكل قرار هتجيب من الآخر طيب القرار الرابع استكمال مباريات الدوري العام هذا الموسم بالنشئين واللعبين العقديم للإصابة شايف القرار ذا إزاي شايفوا بلخص إن المسابقة فقدت مصداقيتها فلا جدوى من إرهاق لعبتنا يعني أنت عمال بتقود المسابقات وبتنافس عشان تحصل على البطولات فبتكتشف أن هناك من يقيد حركتك بفاعل فاعل وبيقولك ما تحاولش من الآخر كده ما فيش فايدة يعني أنت تخسر فيوتشر لا أولا شوف التوقيت وأنا قلت لك هما ليه كانوا حرصين ما تاخدش ما تكسبش ماتش المقاولين عشان الأخ أحمد مجاهد ينفذ مخططه الخبيث ويفجر قضية جدارة التمثيل لحد 30 سبعة بعدها بيومين الأهل يستعيد المركز أو يعني يقترب من استعادة المركز التاني يتعرق التاني وكأنه فيه إصرار الله يحصل للأهل حتى على المركز التاني عشان يبتدوا ألعيب ما عناش عارفينه ما بيخابه إيه فانت واضح أنك لعي سبوك تنافس على الدوري أستاذ إبراهيم من ساعة ما توقفنا عشان روح كاسي العالم كان الأهل كاسحا كل شيء يأكل الأخضر واليابس والزمالك غير مدربه وجاب مدرب جديد نتائج مزعجة جدا فريق الزمالك في حالة الكل يشكو منها وجماهير وسائرة والأهل نأتي ثالث العالم بالنتيجة بنصف فريق واخد بالك ولكن تكتشف بعد كده أمور يعني عما لا تفصل نفسها بداية من حاجات تخصك زي موقف موسيماني الذي لم يدرب بالمعنى الحرفي بعد أن عادة من كاس العالم الآن دي ثم الضغط المستمر عليك تخسر ماتشات زي المصري هل ماتش تخسره هنقول هنوريكو هنفكركو زي خسر النادي الآن هو القرار مش عشان ماتش مبارح بس ماتش مبارح انت عارف الجواب اللي اتبعت للوزارة من الأستاذ واليد العطار هو اللي كشف كل حاجة ليه كان يستطيع قولك سهو وكنا وكنا وكانوا مجاهزين للرد بالطريقة دي ولكن لا سهو ايه دا انت بعدت جاب بس شلت منه فقر تجدت لك السبع بنود روح تشيل ده شيل الفقر اللي تهم أهم فقر فيه سهو ايه فخلاص ما قدرش يقول سهو ولذلك كان تحقيق الوزارة كاشفا حاسما هو ده بس الوزارة ما تبعتش والاتحاد ما صدق طنش طنش عشان يتوالى موجات الظلم ضدك إداريا وتحكيميا ها وتساقط لعبوك بشكل يعني سعى إليه المخططون ان لازم لازم في رئيطة جديد تيجي آخر السنة ما تليش في رئيطة 13 لعد مصاب غير اللي تصابوا مع المنتخب يعني الحقيقة مشهد وأنا أعزائل ربا ضرت النفعة الحمد لله لأن العالم كله خلاص اكتشف ورأ وضحك وضحك واندهش وشمأزة مما يحدث للنادي الآلي في مصر بخيبة والله خيبة والله العمل الخط ده ما هو عارف يسمه الجريمته حتى نحن هنجيله زي بصماته على الخط اللي عامله هعمل الخط على الكتف اللي ناحية خط 18 مش الكتف اللي ناحية الجول هنجيله تفصيل يعني انت فاكر الناس هسجل الدرجة دي ولذلك تشفه كل الخبراء على فكرة وبعض وكثير من الزمالكوية اللي ما يقدروش يعني طيب اللعبة بالنشئين ايه فايدته لا ويهما خاوفه ما هو انت خلاص المسابقة فقدت مصداقيات ولن هو ليه الناس من ساعة ما تعديلت مع المقولين قالك الدوري راح هو دي طبيعة الاهلي لا هو شايف المساندة هو متأكد انه لن يسمح بعرقلة المنافس متأكد ومشاط كثيرة كان يمكن قاله يتجاوز وتجاوز بالدعم وعارف ان انت على الاقل اذا اقتربت هيتام معرقلتك تاني فهو الغضب الجماهيري مش بس من اللعيبة هو غضبه كنت خلصتونا لكن هو عارف ان لعبته بورهاقة وعارف ان لعبته تعبان وعارف ان ان الاصابات قطعت بالفريق وعارف ان الجدول مش فير وعارف الزمالك يا راجل الراجل في اره يطلع يقول هو انا بلعب كل 3 يام ماتش انا ده مش فير يروح مجالله ماتش يقولوله الاستاد بتصلح عملت انت ايه بقى في الحده دي تحريت ايه في تصليف الاستاد الاستاد ما فيهوش اي اصلاحات ولا فيه صيانة لكن هيئة الاستاد بعت الجواب رسمي لربطة الاندية بتعليمات انه فيه يوم كذا اصلاحات في الاستاد فالربطة ما عندهاش حل تاني ما عندهش ملعب دي انا مش بتكلم دولة رابطة او غير رابطة انا بتكلم جو مش مريح انت كل الدعم لحد اعاقة والتحامل على الطرف الآخر اي فخلاص الناس فضى بها وطفح الكين لان ما فعله لجنة الحكام هذا الموسم فاق كل الحدود فاق كل الحدود ما يفعله الاتحاد خلي بالك الاتحاد المصري مش سايب الربطة تشتغل اوعى تفتكر جسئبها تشتغل هو اللي بيعمل نحمد مجهد داني كيف ايه في الربط والاستاذ بعت الجواب بيقع حق من مين الاتحاد باينة استاذ براهيم يعني انت يعني ايه اللي صيانة اللي بتاخد يوم دي او محتاجة يوم دي مهيئة الاستاذ هي اللي تقول اه يعني ما علينا الفكرة كلها بس الحكام من كتر ما المسألة بقيت عيني عينك مش حرصين يخبوا دقنوهم زي الزمار خلاص بقى مش عايز يخب دقن واخد بالك متطمن 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 فحط له عشور هنا وحط له عشور حط للزمالك عشور حكم وحط للأهل عشور فار وحط مش عارف مين لدرجة انت مش عارف تستبعد مين ولا مين وكأن فيه شلة داخل لجنة الحكام والحكام تسيطر على مقاليد الأمور وبتاخد في رجليها الناس يعيني اللي عايزة تشتغل صح انت لما تاخد لقطة الغاء الهدف انبالي حساس ابراهيم انت الغدور مراحش للفار الفار الفار مستدعهوش الفار اربع دقائه لما يزبط وفي الاخر كان لك اضرب اي بقى خطين هتعدي على الناس وبلغوا عشان لو جه ما كانش هيلغي طيب تاني ايه مكاسب اللعب بالنشين مكاسب اللعب بالنشين ان في دور زي كده انت واضح خلاص ان انت فقد مصدقيته ابتدي بقى اعمل ثلاث فوائد اولا رايح بقى رايح الناس المرهقة قوي قبل ما ما تضيع منك تماما عشان تقدر تبتدي موسم جديد صحي بس يا رب فطرة الراحة تبقى راحة علمية مدروسة يلتزم بها اللعبة ان يبعدوا عن الكرة واستمتعوا وبعدين يرجعوا اتمرانوا وفق الجدول ويعني يبقى هم كمان يساعدوا نفسهم من يرجعوا اقم الاول اي ما فيش احسن اللعبة دي كان اتنين الناشئين مع الناقهين يعملوا قوام فريق يبتدي يشورلك هو انت هتعد بقى الناقهين الراجعين من اصابات واحد زي اكرم محتاج مطشاط واحد باذن الله زي عمار هيحتاج مطشاط يا رب يلحق يا رب يلحق لان عمار دا لو كان موجود معك كان فرق كتير اه طبعا كان لقى نجم مباراة الربطة الاول وانا قلت دا اللي حيرايح افشا ويتبادله ويبتدي الدليا تمشي زي الفول زي دا انه جوكر بيلعب لك في كل حد يعني هو مراضف يعني جيد لعيب جوكر بيلعب زي اكرم وزي كده الحاجات دي اللي هي لعب لك هنا لعب لك هنا لعب لك وهم مطمئنين مش تحت ضغط المنافسة والمطالبة ببطولة يلعبوا عشان يكتسبوا خبرات ويستمتعوا ويتعلموا تاكتك ويشوفوا يعني ايه فوق اذا المكاسب اللي ممكن نخرج منها من الفطرة دي ما حدش بقى يقعد يشولين على النتائج واعظن اي تحامل تحكيمي دلوقتي يبقى مالوش معنى غير انك انت بقى في موقف من الفن الله الحمر منك يعني انت كراجل معك سفارة انت مش طايل اللون الأحمر ما فيه فيه حاجات كده بطيقش اللون الأحمر انت هاجموا على طول فانت يعني الفطرة دي هي قرارات صعبة لكن مطلوبة ايه مع الفطرة لن تنجح إلا بمساندة جماهيرية حقيقية ووعية فترة جاية يا جماعة مش عايزين الشرزمة اللي موجودة على السوشيال ميديا وأي واحد هيخرج على الصياق وحيكتب ينتقد ما تخز اعرف اعرف انه هو اللي كان بيزق عشان الأهل ينسح اللي حيجننه ازاي الأهل يفطن وما ينسح كله كان عايز كل من لا يحب الأهل يريد الأهل أن ينسح طيب بصوا يا جماعة عشان ناس كتيرة كانت روجت لفكرة الانسحاب وهنا لازم نوضحها ما بين الأمس والنهاردة زمان والغاية قبل النص التسعينات أو قبل حتى الألفية الأندية ما كانش عندها أي تعاقدية تخص الرعاية ولا التسويق ولا غيره ما عنداش التزامات مالية ولا عوائد جاية من الرعاية ولا كلام من ده فكانت الحياة رخيصة وببلاش فتاخد أي قرار تكلفته تقريبا ما فيش من الناحية المادية أنت النهاردة نهاية الشهر ده نهاية الدوري النادي الأهل بينتهي عقد الرعاية بتاعته وعقد البس لما قول أنه العقد الأخير اللي الأهل وقعه في أكتوبر 2018 وينتهي في نهاية الموسم ده عشرين اتنين وعشرين قيمته خمسمية وعشرة مليون جنيه أكتر من نصف مليار وعوائد البس كمان اللي وقعت في أكتوبر 2018 تخلص في نهاية أغسطس عشرين اتنين وعشرين بربعمائة مليون جنيه إذن بنتكلم في الاتنين بتسعمية وعشرة مليون جنيه داخل على مليار عشان بس أخواتنا وأصدقائنا وجماهيرنا اللي الناس مشيتها في سكة بقى لها يومين لازم ناخد موقف ولازم ننسحب ليحة النظام الأساسي اللي خاصة بمسابقات اتحاد وكورة وهي ليحة ربطة الأندية كأول مسابقة ليه بتقول إذا كان الانسحاب في مباريات الدور التاني واستكمل للآخر رقم واحد الفريق بيعاقب بالإيقاف لمدة سنة الإيقاف لمدة سنة يحرم من المشاركة لمدة موسم واحد قادم مع بدء بعد الموسم ما يخلص يرجع يبدأ من الدرجة الرابعة مع بدء المشاركة في الدرجة الأخيرة للمسابقات اللي هي الدرجة الرابعة التي ينظمها الاتحاد للفريق الأول ويعاقب كل من له صلة بقرار الانسحاب تبقى لتقرير الحكم والمراقبين واللجنة المسابقات الحق في الاستعانة بمن ترى في هذا الشأن يعني بتشوف مين اللي وراء القرار ووفقا للقانون يعاقب لكن كفريق يتوقف سنة عن أي نشاط رياضي وبعد السنة يرجع يجيبها من تحت من الدرجة الرابعة يعني يرجع الدور الممتاز بعد أربع سنين شوفوا بقى مين اللي كان هيقبل أن النادي الآلي يتحط في موقف زي ده أو يحرم من العواد اللي أنا بقول لكم عليها بتكلم في إهدار المال العام وإزاي مجلس الإدارة أضع مليار جنيه ومحاكمات ومحاسبات وكل اللي بيزوء في اتجاه الانسحاب كان جاهز بالمندبة دي طبعا لا مش كده بس هو أنت انسحابك ده بيؤثر على تاريخك من ناحية المبدأ انت شايفه قرار مش يعني مكلف جدا وانت ورياضيا سيء أنت لا تروج له ولا تحبه فمش عايس ارتكب واللي عايزك تنساحب هو عايزك تنساحب عشان تتساوى الرؤوس دايما خد بالك من الحتة دي كل حد عمل حاجة عايز جورك لها عشان يجي يقول لك قادي مبادئ وقيم النادي وهو دم أربط الفرص أستاذ براهيم والله أصدقني يعني ضرب القيم وأسلوب الإدارة والتمثب بالصواب يعني مثلا مثلا في لعبة ساقت للنادي الأهلي ولكن تاريخ للنادي الأهلي بيقول يعني ما يتقالي الكلام دا ها دا يا سيد النادي اللي بتقولولي مش عارف يمكن أنا عاطفيا أنا عادلي لو سألتني ياه يريد مش عارف كذا يريد مش عارف كذا يعني أنا مثلا أدي لك حالة زي الكابتن إبريب سعيد متعاطف معه جدا أنا بقى لي مستنى الفاتي بيقولك بقى واحد تاني مش عشان الموقف الأخيرة هو أدرك أدرك الفارق قيم بس متأخر بعد مجاله هو الرزال إنما هتعمل إيه إنت بين يعني عاطفتك وعقلك عقلك بيقولك التازم بما يعني ورسته وأسرار نجاح الأباء والأجداد ما تقلفش ما تجودش إلا فيه سياق يندرك تحت هذه القيم والمبادئ والأخلاقيات لأن كل كل حاجة كانت بتتاخد في قرار مجلس إدارة زمان كانت لها معنى ودلالة ودرس ومنهج ودستور عشان تمشي عليه وده اللي نجاح النادي القائل ببساطة هو مش عظيم عشان بيكسب بيكسب عشان عظيم وفي كل مرة تمسك بالمبدأ دون النظر إلى تدعيات النتائج ربنا حق قالوا الاتنين طيب إذن اللعبة بالناشئين استكمال الموسم بيهم فيه زي ما المهندس عادلي قال فايدة إن أنت بتريح اللعبة المجهدة المرهقة جدا وبتدي فرصة للناشئين إن أنت بتستكشف عناصر جديدة والأهم من الاتنين إنك بتدي رسالة واضحة وصريحة إن دي مسابقة فقدت مصدقيتها وقيمتها بكل ما شاهدته من ظلم جوز به الظالمون المدى وحتشوف في حلقة النهاردة الحساب وحدة بوحدة لقطة بلقطة ومباراة من لمباراة وبدون أي تدخل مننا أنتم اللي هتحكموا بناء على رأي الخبراء التحكيم لكن القرار التاني المطالبة بإقالة لجنة الحكام بعد أن فقدت نزهاتها والحقيقة أنا شايفه طلب مجاب قبل أن يطلب يعني أنت لما طلبتوش إيه الطبيعي في اللحظة اللي إحنا فيها دي إيه الطبيعي الطبيعي إن الكابتن عصام عبد الفتاح بعد أن فقد منصبه كان بيتحججوا تمالي إحنا بنحافظ عليه عشان منصبه في الاتحاد الأفريقي طيب ست سنين في الاتحاد الأفريقي ماذا استفادت منه أسرة التحكيم كم حكم وصله كاس العالم كم حكم حكمه نهايات أفريقيا مش كاس العالم كم حكم تم تبادله وحكم نهايات في بطولات أسيوية على مستوى كاس الأمة كم إحنا بنشرد ده حكم كويس ده مرشح كان مرشح لكاس العالم كان نفسه كان نفسه رح كاس العالم ما فيش زايد طبعا تفسيراته الغير علمية والغير أمينة على بروتوكول الفار وعلى تدخلات لا تفسيره للأخطاء تبرير تفسيره لتبرير الأخطاء ما كانش حتى فيه الأمانة العلمية ما فيش حاجة اسمها ما جيبنا الناس وقالوا ما فيش حاجة اسمها روح الفار روح الفار ده كان يقولولنا كده في المحاضرات وانت بتقول لناس كده في المحاضرات يعني سبعين مليون ألاوة في بيوت مصر منتشرين هتروح منهم فين من 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 الغضب المكتوم من من التواجر الله سبحانه وتعالى ويقول ايه الظلم ده صاحب المظلمة هيعمل ايه طيب الحياة الاتحاد الكورة وعلى وجه الخصوص اللي أستاذ جمال علام رئيس الاتحاد لو كان اهتم بمراجعة عمل الكابتن عصام عفتاح في اللجنة وكام مرة احنا في فترة من أصعب فترات الموسم البطولة بتحسن والبقاء بيحسن والكابتن عصام عفتاح يا أستاذ جمال 27 يوم قاعد في المغرب لا بيتابع الحكام ولا فيه دورات ولا فيه مراجعة والكارسة الكبرى التعينات زيروا تعينات لما تشوفوا فلسفة توزيع الحكام على المباريات لا يقول لهم يقول للأستاذ جمال علام أصنع مسببت التعينات على اللاب توب بتاعي والبنيا متزبطة تمام وما تلقش أستاذ جمال وكله يعني كل أسبوع فيه حكم بيغلط وفيه تعينات المفروض تراعي آخر مستوى للحكام وفيه تعينات تراعي علاقة الحكم ده بالفريد وفيه مموريات بقت أصعب وأهم من وضعها السابق في الجدول كل ده ملوش علاقة ومعتمد على ناس برضو ما عنداش أي خبرة في التعينات وعندها أغراض كتيرة عندها أغراض كتيرة اتثابت المسألة في الفوضى دي تفتكروا إن الراجل 27 يوم في المغرب جي القاهرة يومينه رح رايح تونس وجمال علام ساكت لا مش ساكت ها ده أكبر المدافعين عن استمراره هو لو ساكت كان حيبقى فيه قرارات الفطرة اللي فات هم ساكن هم ساند ما عرفش أنا إيه الغرض من كده أنا مش فاهم بيدوس على العهل هل هو يعني وصلنا انتماءاتنا تحركنا يا أخي ده كان فيه عظماء أصحاب انتماءات حقيقية مسكين قيادات الكورة والاتحادات المختلفة قلمة تمسكلهم على غلطة غلطة واحدة لكابت الزمورة وهو حاكم لكن مش معقولة يعني ان احنا نعيش كان حسين إمام عم حماد الإمبراطور الإمبراطور المطالبة بإيقاف حكم الفار اللي هو محمود عشور في مباراة الآن ده ما أضعف الإيمان اللي فات ده كان المفروض أنتم ما تستنوش هي أنت عايز الراجل حط ما هو ما تفهمنيش إن عشور مش فاهم النقطة اللي يتحط منها خط التسلل فلما يحط عامدا على الكتف المعاكس يبقى ده تضليل وتدليس يستوجب الشط مش العقوبة أنت حكم فقط مصداقيتك وضميرك أمام زمايلك وأمام الرأي العام وأمام الإعلام والكابتن ميت حتشاله بن بارح كان حريص إن يكون أول واحد يجيب كابتن ياسر عبد الرؤوف يسأله فالكابتن ياسر عبد الرؤوف يبدو أنه كان يتكلم في التليفون فاتكلم على الخط الأزرق والخط الأحمر قال له نهين اللي سابق ناحية الجون قال له الأحمر قال له في صايد لأن القانون بقول وابتدى على أنه بيأخذ نقطة من الكتف واخذ نقطة من الكتف كابتن متحد كابتن متحد متمخل وأكاد يقول له الكتف هذا الغلط قال له آه واخذ بس هي تبان أن فاركو الأقل النص النص فالراجل طبعا أنا متأكد أنا أحترم الكابتن ناسر حضره لكن لو شاف كان هقوله هي النقطة دي محطوطة هنا ليه مش محطوطة هنا لكن كل الناس اللي وفت على الستيج وشورت على اللوحة قالت إيه ده يا خبار ربيت ده الزميل هاني هتحوت الراجل بقى يستجمع كل خبراته عشان نقول كلام مؤذب بس مبارح على مين اللي حط الخطين دول عايز إيه إذا تضحك عنه أنت تدلس أنت تضحك على الآخرين أنت بتضحك على زميلك أنت من هدهت الشرغندور يبص ليه عشان عارف منه لبص هيقول لك إيه اللي بتعمله ده محمود هتشوفه فاكر محمود إيه ده محمود هتشوفه في المراجعة بتاعت التحكيم ليه ده محمود والقرار الرابع كان عدم استكمال كاس مصر وكاس السوبر باعتبار أن دول البطولتين اللي اتحاد الكرة بينظمهم ما لم يخرر اتحاد الكرة أو ما لم يتلقى الاهلي ردا على هذه المطالب اللي بعتها للاتحاد وده أمر عادل جدا لأنه البطولتين دول بتوع الاتحاد مش بتوع الربط والمفروض كاس السوبر متحدد لـ 27 اكتوبر تقريبا عن 21 اكتوبر في أبو ظبي وكاس مصر حتى الآن أمر معلق وإن كان أقرب للتأجيل حتى ده هو مكتوب كده بالزبط يقرأ كده البند ده البند بيقول عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري كرة القدم بين خسين كاس مصر والسوبر المصري لحين تنفيذ مطالب النادي الأهل ده زكاء لو كان قال فول ستوب بنت خلاص خط القرار لكن وريني أنت هتتجهلني زي كل مرة معلق هو ليه كتبوا الكلمة دي هو أنت هتتجاهل ما أرسله إليك شأن المرات السابقة واللي هترد علي المرات دي لو ردت وأنا حسيت أنك بتعالج وأن هي صديقة في معالجة الأخطاء وأنك بتأخذ بالأسباب أنها ما تتكررش أعيد حساباتي في الكلام ده فأنا حتى عشان ما حدش يقول لك الرعاة ومش الرعاة الرعاة هنا النادي القال بيقول لهم طب هلعب إزاي ما أنا عارف أن اللي علعبت مش هيسمحول أن أكسب طب ليه ألعب حق العدال طلبت منك حكام أجانب رفضت ويوم ما تمطعت وقلت أن الناس مشغولة وروحت جبتلي حكام مجهولين مستوى ثالث ولا رابع في حين أنك المحلة وفيوتشر في كاس الرابطة في خلال ثلاث أيام جبتلهم طقم من أقوى الأطقم الأوروبية من أسبانيا طب ما أنت بتجيب أهو الناس الكويس لكن الأهلي لدي تجيب له حد بيكوح اطراب من الكتلة اللي هي الشرقية الشرقية وطبعا 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 نطلع فاصل أهلا بحضراتكم من جديد يعني وكأنه كده من حسن الطالع أن الأحداث الكويسة بتيجي في توقيتات معينة أنه في نفس الأسبوع اللي اللي جاء الأسبانية في الجامعة بتاعتها تختار النادي الأهلي نادي القرن بحسب المحتوى العلم اللي اتفرض تدريسه على طلبة الماجستير الأهلي نادي القرن النموذج الأنجح في الشرق الأوسط ده يجي في نفس الأسبوع اللي بتحل فيه ذكرى غالية جدا على كل الأهلوية الأهلي وريال مدريد 2001 فوز الأهلي على ريال مدريد حصول الأهلي على كأس القرن والضربة الكروية الأولى لمنو الجزيم على الأهلي كانت أول مباراة زيهمة على النادي الأهلي في مثل هذا اليوم من عام 2001 هنفكركم بلقطات من هذه المباراة التاريخية اللي وقيمت في يوليو أو في أغسطس 2001 لكن بمناسبة هذه المباراة الأول نشوف ملخص للأهلي وريال مدريد وبطل أو نادي القرن في أفريقيا يكسب نادي القرن في أوروبا الأسراء وكنزالس اللي اسمعنا عنهم كثير على أرض استاذ القيرا النهاردة ومكمان منوار كابتن ييرو والغندور يبتدي بصفارته والنادي الأهلي بزيه الأحمر على شمالك وريال مدريد بزيه الأبيض على يمينك باليبيل باليبيل الدهبي 50 سنة روبرتو كالوس والصاروخ صاروخ الهاكن من رابع حضري ومخطوفة تانية خط ما ان شاء الله روبرتو كالوس زي ما بقول لحضراتكم روبرتو كالوس عملوله مولود وفصا وفاولو بالبرازيل باعتهالنا محمد ناصر وعفا روبرتو كالوس والقدم اليسرى ولكن يتألق في هذه اللقطة أسلام الحضري أحبائي الكرام ومكالي لفيجو روبرتو كالوس روبرتو كالوس لجونزاليس لسافيو وسافيو كرة عرضية زين الدين زيدان يعدي وفيجو تعدي زين الدين زيدان اللعيب اللي بيرقص داليتو للو رأس فتاويت سلم جونزاليس رؤول رؤول جونزاليس هدف بطولة أوروبا وتوخد والقدم اليوم قائم الآيصر يتعاطف مع عصام الحضري وكاد أن يفعلها روبرتو كالوس عباكرا مع عصام الحضري يقول له انت عامل ماتش حلو قوي أشيل عنه كانت كرة يعني يا أحمد ناجي بمر عصام الحضري والقاي من الشمال النهاردة بيتعاطف مع عصام الحضري ولكن أول مرة نشوف روبرتو كالوس متحد طبعا ماتش النهاردة بيجمع ابراهيم ابراهيم أقترب من منطقة أوه بيبو خلوة الفكرة التنفيذ واحد لكن كرة جميلة جدا من علاء ابراهيم وتحرك خالد بيبو برشاقة يحصد عليها ولكن النشن كام مش مظبوط خالد بيبو العلا وبيشوت علاء إثبات الوجود لكن سزار 30 سنة بيسنتي مهاجم النادي الاهلي يا سلام قادي خالد ديبو كان والموقف حلو وانفرد رحض ورعس رئيسة حلوة ورجع وراء العاجل خض ومعجو كل صندوق يعطي الازن لقدمه اليسرى لتعزل من أضواء التشر شعلبة في الأول شعلب يا شعلب يا عم ويكافئ من والجزء ادفي أول لقطة ولا تاني لقطة صندوق يا تألق بس اتلعبت له حلوة حلوة مفيش إنانية وجول جميل 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 يحمل توقيع الوافد الجديد سمدي وتحمر المدرجات يا سلام يا حسام يا غالي يا ابني نعيب وانت غالي حسام غالي وانت غالي ونجم جبير او حسام غالي يتعلق ويتجمل رأس رئيسة حلوة او وبفكر وحس عقلي جدا حسام غالي ابني بيعلى وحطها لهدية دمريرة شرعية مية في المية في ورطة دين فوسكي بهنت البحث عن اقتراط تقول لي متش حب تقول لي متش رسمي المكسب حلوة وقادي علاء علاء افراهيم لهذا يفعله يا سلام هذك وحش يابه ستكون جميل جميل وجودة حلوة طبعا عادي لسه مقداش حمسال متاعه صاحب الخميس العقب 12 أقول اللي نزل بديل في شود الثاني هو بصمدي صمدي جابول صمدي جابول على أبرهيم بيفوت يا سلام تمرين عرضية لخالده بأو يا حظك يا خالده بيبو يا سلام عملها فان ميه وحرفان ايه ومخي عمل كل حاجة في الكرة وأول مرة يتقلق على إبراهيم ويبعد على الإنانية فات كويس جدا جدا من الجارة ويلعبها لخارج حطها يوم جميل يوم جميل جدا طبعا أنا أصل رير مادريد ده أول تجربة حقيقية على المستوى ده ليه أنا شخصيا يعني أنا رحت جبتهم من أسبانيا وكنت مرافق لألفريدو ديستيفانو ألفريدو ديستيفانو كان بالنسبة لي الشخصي أنا كنت أعظم لعب في العالم قابل بليه والراجل اللي يعني حتى خدني لفيت لفها كده وما رجعت كانت عمل الإيفنت بتاع توزيع الهدايا فقال لهم هو توزيع الهدايا خلصت فكان وزعوا إلام إلام بتاعة رير المادريد فرح مطلع ألمه الشخصي موجود عندي في البيت لحد النهاردة ورح مدوين ألم فضى كده عليه الباجي كده بتاع التاج بتاع رير المادريد فبقول لك لو زكريات عندي رائعة جدا جدا وطبعا جايب في طائرة خاصة أنت قاعد بقى إيه رقول وكان أول ماتش يا إبراهيم لزين الدين زيدان كانوا لسه جايبينه ملعبش معهم ولا ماتش يعني لو إدي ولا رسمي أول نزول له في الملعب كان معنا أحدا وأول مباراة لواء الجمعة مع الأهل وأول مباراة لواء الجمعة مع الأهل أول مباراة المانوج زي مع الأهل وأول مباراة لا أول مباراة آه كان مرة ما لعبش ولا ماتش فكانت بداية صاروخية يعني وبعدين كانت على كاس الكاس قد كده موجود في نادي مدينة ناصر عرضناه مرة هنا وشفنا تقلق حسام غالي شفت حسام في الجول كابتبين الشربين ربنا يشفيه لعيم الحمد لله وبسم الله ما شاء الله عليه كان لعب مغوب جدا 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 يعني ولذلك أنا استغرب أنت فكرتني بحاجة يا أستاذ أبراهيم هل معقولة أي كان يعني أن اللعبة تبقى بسخن والجمهور لأول مرة ده إحنا خسريني خمسة من سان داونز الجمهور بيشجعهم في المحلة اتنين اتنين في آخر سنة والجمهور بيشجع الفرقة بيقول لها يروع علي معلوم كاسبان هو ده جمهور الأهلي وهو ده فريق الأهلي هتقولي فريق الأهلي عشان يرجع يقدي لازم لا تهدوش لازم توقف في كتف طب الفطرة اللي جاية بقى يعني وهتف ضد حسام حاجات مش مفهومة لكن الفطرة اللي جاية مش عايزة الكلام ده ده إحنا يعني فريق قوامه من الناشئين والناقيين والعائدين محتاج وقفتكوا جدا لحد بإذن الله من جمنا الكبار ياخدوا حظهم في الراحة ويرجعوا لنا أقوى من الأول بإذن الله طيب بمناسبة منو الجزيدي كانت مباراة الأولى وكانت بداية مسيرة هي الأعلى والأكثر حصادا والأعلى نجاحا لأي مدرب أجنابي يشتغل في الكرة المصرية لكن لاحظنا أن الفترة اللي فاتت وبعد اقتراب جيزفالد وفيريرا البرتغالي برضو من الفوز مع الزمالك ببطولة الدورة بعد ما خد الكاس فجأة كتير من الإعلاميين فرضينه في جملة مقارنة بينه وبين منو الجزيدي حتى أننا سمعت حد قالك لا هو أعلى ومش عارف إيه القياس أولا منو الجزيدي قعد فترات طويلة مع النادي العالي لغاية 2012 يعني فيه ثلاث ولايات لمنو الجزيدي مع العالي فبالتالي المقارنة مع فريرا حتى وإن كان فريرا قبل كده اللي هو تجربة مع الزمالي خد فيها دوري وكاسي ومشي وهو رجع التالي السنة دي فالمقارنة من حيث المساحة الزمنية مش سليمة موضعيا أو منهجيا أبدا لكن على مستوى الحصاد منو الجزيدي حقق مع النادي الأهلي اللي صعب على أي مدرب تاني الحقيقة يكرره 22 بطولة 22 بطولة لمنو الجزيدي مع الأهلي ناهيكم عن البصمة الكبيرة اللي سابها على شخصية اللعب المصري وبسمع كتير من اللي بيحاولوا يقللوا من نجاح الراجل يقول لك والأهلي جابلوا كل اللعيبة الدوليين لا ثلاث تربع اللعيبة اللي جوهم للنادي الأهلي بقوا دوليين بقوا دوليين بفضل دور النادي الأهلي ونظامه وبصمة منو الجزيه ما كانش أبدا كلهم قبل كده عندهم كان لهم تجارب دولية لكن في حجمها الصغير اللي فعلا ما كانش بالقيمة الكبيرة لا أبو تريكا في الترسانة هو أبو تريكا بتاع الأهلي ولا بركات ولا إسلام ولا شوقي ولا عماد النحاس وهكذا ولا واقل جمعة من المحلة كل دول وطبعا الحضر والحضر من ضميات كل دول عليو مع الأهلي جدا وبصمة منو الجزيه على فكرة ظهرت على التكوين الشخصي بتاعه على الشخصية نفسها مش حتى على الإمكانات الفنية أو البدنية لكن فوز فيريرا إنه يجمع بين الدوري والكاس للمرة التانية على فكرة ده عملوا منو الجزيه مرتين برضو يعني من ضمن الـ 22 بطولة كان بيجمع الربعية والخماسية يعني ياخد إلم في سنة خدنا كل البطولات خمس بطولات خدناها بالإضافة للي قدموا للكرة المصرية من عناصر أفادت المنتخب الوطني مع الكابتن حسن شحاته أنت قلت كلمة مهمة جدا تأثيره على شخصية اللاعب مفيش لعيب طلع بيكرر منو الجزيه يمكن واحد بس بتدلواتي أخيرا قال أصل هو والسبب شخصي إنما منو الجزيه كل اللاعبة تقول لك يعني كيف أثر عليهم وده لهم منهج في التفكير يعني كانوا عايشين عيشة احتراف حقيقية لكن الحقيقة طبعا بس خلي بالك من نقطة يعني من حق الزمالك أنه يعمل هو الآخر يعني نجومه بالطريقة اللي تعجبه آآ آآ يحتفي بمدارف لا يعني هو عحسن مدارف العالم هو عطي يعني أصلي أنت في الآخر هتحط أرقام هتضم أرقام طيب برضو من الحاجات الصحفية اللي كانت ليفت قوي وهي فكرة استغلال حتة الغضب عند الناس فتبدأ تقول كل حاجة في استثمار الغضب قالك الأهل بيدرس إلغاء لجنة التخطيط ده المصر اليوم بعد خسائر كم بقى 167 مليون جنيه قالك الأهل جاب لعيبة في الأربع سنين كلفت خزانة الأهل 167 مليون جنيه بدون أي استفادة وهنا أنا عايز أقول بس حاجة تحت بدون أي استفادة لأنه اللي بصه باش مهندس للمنظر يعتقد أن الأهل بقى له 3-4-5 سنين أو 4 سنين دول بتوع المجلس محروم من البطولات جاب كل الصفقات وما خدش بطولات وهو في الحقيقة خسر كاس مصر السنة دي وخسر الدوري للمرة التانية بفعل فاعل بفعل فاعل واضح 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 إنما هو اللعبة دي إيه المردود المالي على الإنجازات اللي عملوه تلعب 3 فاينال أفريقيا على التوالي بجواز مالية كبيرة و 3 أفريقيا مرتين وتلعب برونزية كاس العالم مرتين أصدي 3 كاس العالم مرتين بعويدهم تلعب أربعة فاينال دورة أبطال أفريقيا منهم 3 على التوالي لللعبة اللي مفيش استفادة فنية أو مالية منهم هو أول السنة أول السنة لحد لحد مرجعنا من كاس العالم للأندية أي كان عندك معلول بالنسبة للجميع وما زال الأفضل في تاريخ اللعيبة المحترفين اللي دخلوا مصر قال لك من الأفضل إن لم يكن الأفضل وحتى لما كنت تسأل المحللين زي ما كنت أقول لك علي معلول في زل اعتزازهم بساسي وبنشارق وكله كان علي معلول بينجازاته بينتزع صدارة الأنجح في الدور المصر وفي أفريقيا كلها بقى وتكلموا على ظاهرة علي معلومة بدري بالون السلطان وكل الناس قال لك إيه الصفقة دي والراجل ده اللي بيبتدي من وراء والراجل ده اللي محور الأداء والراجل لحد ما جات له كورونا وابتدى يتاجم تالعادة اللي جان إياه بالنسبة لميكي سوني لما جاء وعلى فكرة إمبارع لما نزل كان صاحب التأثير الطاغي اسمه تاو طب أنا قلت ميكي سوني ما ندله حق ميكي سوني إمبارع عمل لك جون صحيح وشايد كرة في العرض وصاحب أكبر جهد في الجاري ملوش طعم في اللعبة يعجب المتفرجين لكن هو لعين تكتيكي في أفضل منه ربما واخد بالك لكن أنت لما جبته كنت تتوسم أنك تستفيد منه بشكل معين بيرسي تاو لما جيه كان ظاهرة كل الناس تكلمت عليها ولما نزل إمبارع شوفنا تأثيره إزاي غير الفعالية بتاعت الهجوم وإزاي كان بيتحرك وإزاي كان بيبص ويتحرك بكرة من غير كرة لا هو لعيب كرة هو لعيب كرة لوطاح جدا في كل لما سأيته قال له ديانج ديانج اللي كانوا يقول لك أفضل هفد فيندر في أفريقيا دلوقت هم نفس الناس يقول لك هم اللي كانوا يخيموه لا لي مايبعوش قال لي من عشرة قال لي مايبعوش مش عارف إيه قال لي من إيه واخد بالك هم دي الصفقات المضروبة حتى الراجل باجي اللي مشي بكسر الدنيا وره وإنت كسبت فيه وكسبنا فيه لما أنت حتستعرض الفلوس لس فأنت جاي عملت أظهروا اللي بتتكلموا عليه كان هدافة الدور مش عارف إيه بس أظهروا ده يعني ما جاش في الآخر بس برضو اتهاجم لما شبع فأنا عايز أقول فكرة إن أنت تمشي وراء الموجة وخلاص في المحترفين تعالى بقى نتكلم عليهم صفقة صفقة تكلفت كاما خليني الأول بس عشان ما نبعدش عن الحدث ريكاردو سوارش لسه الراجل يعني ممكن يكون محافظي السامي لعبته كويس تقييمه دلوقتي إنه مدرب ناجح غلط بس كمان وصفه بالفشل جريمة جريمة في حق التقييم الموضوعي والمنطق أنت جاي واحد اللعبة دي لهو عمل لها فترة إعداد لهو مسؤول على أحمالها البدنية لهو لقيهم سلام عشان يحفظهم تاكتك لهو لقي الوقت عشان يدرب الضغوط اللي فيها الفرقة الإصابات الكتيرة الإيجاد البدني أنتو شايفين المناخ اللي الرجل بيشتغل فيه ألا على فكرة البروف أه فييرا أه أول ما جاء نتاجه كتعملة زي بدأ بداية سيئة جدا خرج من أفريقيا من الدور الأولاني هتقول لي لا ما هواش كان بدأ معهم طيب بدأ في الدوري هزمتين تعادل الدنيا لطشت بدأت الناس تقول لك عجوز وش عجوز ما كانش يتعرقل كان بقى ضاغط كان زمنه النهاردة الكلام اللي بتعلي على الأهل هو اللي يتعكس على طول بفعل النتائج عشان الأهل يعني وبعدين استغفر الله العظيم والنبي أنا مش عايز أتكلم غير لما الناس يشوف طب هنشوف بس احنا الأول هنشوف ريكاردو سوارش بعد المباراة رأيه وإيه في اللي حصل الأول لعبنا ببطء شوية مسكنا الكرة أكتر ولكن كنا بدون عمف هجومي جغامش كونترا وميكيبا كي اوارغنزاد دفعي لعبنا وصاد فريق منظم دفاعيا والمدرب شايف أنه هي من أفضل الفرق اللي بتدافع في الدورة نوش كونسق 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 بول نوترس سنترال مس كونسق بمس الترس أوفنسي فالتو نوش طالنت ويقالي داد برد لتر ألنية دفعي دالش نحن قدنا نمسك الكرة في التلت الثاني من المرعب ولما كنا بنوصل للتلت النهائي كان بيبقى عندنا ناقص الكفاءة أو ناقص الموهبة أن نحن نقدر نعدي من خط الدفاع فنقدر نسجل على الخصو نسجل 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 الثاني كان واضح أن نحن تحسن بشكل كتير مع دخول وليد سليمان ومع دخول برست تحسن جدا كونسجل سير ميس برغوز غراس التلنت تام بي دي 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 طبعا نحن نكون أكثر خطورة بناء على موهبة وكفاءة الاثنين اللعبين تي بامس كونسستنسا نا نا سير كولا صند بولا وانكو صاري كاتراج مجل نو في سوف سوف سي نحن نمسك الكرة بصابات أكثر وإن نحن الخسم يكون كله متكتل دفاعيا ولكن دم كانش كافي نحن نقدر نفوز المباراة في خطأ موهبة ومثوز ما نحن كنت نحن 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 تقدم متكتل حسن نحن 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 نستغل حسن ومان نحن نش تدع حسن نحن مبارا جيد نحن طبعا كان فيه فرص ان احنا ممكن نسجل منها وفي منها كرة جات في القايم ولكن كنا نقدم أفضل طيب ريكارد سوارش أنا المسؤول اي مدرب بيحترم نفسه لازم يقول أنا المسؤول لكن هو برضو قبل كده وكررها كثيرا أنا ما برنش لحد الوقت ايه أنا بعمل استشفاءات هو مؤكد مستغرب ايه الموقف التحكيمي اللي بيتعرض له فريق ده مش فاهمه مش عارف الخلفية اي حتى تلاقي وشه البشاشة والتفاقل اللي كان جاي بيها بقى مندهش اول مستغرب هو أنا قاعد ببرر ايه يعني أنا ما كانوا عطلع اقول ايه وانا لازم نطلع هاجم وهو راجي مش عايز يهاجم لسه مشتغلش فأنا رأيي ان برضو يعني نتأنى شوية في موضوع تقييمه والتعقييم عليه حتى الناس تهدى شوية بس يا جماعة الناس تهدى شوية لانه مفيش حد شغال في الظروف طبيعية بجد ده الظرف اللي الراجل شغال فيه ظرف ما حتيش مدرب مر بيه انه ييجي في الربع الاخير من الموسم وييجي فرقة تلتاشر اربعتاشر لعب مصاب وكل لعيب يلعب مباراة يتعور واحمال بدان ايه هو مش مسؤول عنها يعني شوف حال اللي كانوا فيها مش مسؤوليته يعني استجمعت شجاعت كده والتاني ما تتفرجلك على عشر دقايق ولا ربع ساعة اولا انا فجيت طبعا بالاستقبال الصاخب للجماهير قبل تبيل فرقة والهتفات اللي قالتها ايه ده قبل الماتش قبل الماتش طب الناس يحترعب ازاي وبعدين راح اقفلين صوت الجماهير يعني ما تسمعش صوت الجماهير بس شوفت اللعيبة واقفة في الشوط الاولاني وكانها في حالة تربسة يعني اللي اللعيب تجيله الكرة زميلة اهو حضرتك انا عايزة بصيلك الكرة وفي واحد هنا مفيش ضغط علي وماشي الكرة اخد خط واثنين ورح مدقاله ايه ده مرة واثنين وتلاتة فقلت لا ده اللعيبة مش قادرة تلمي نفسها فعلا يعني فقفلوا وبعدين اخر عشر دقايق قلت والله لم اتفرق شوفت عشر دقايق كويسة جدا وضغط شوفت فيها الجن الملغي شوفت فيها الكرة اللي في العرضة بتاعت كمان ميكي سوني ده يعني كنتوا الكرة دي دخلت كان هو فرح واحنا فرحنا وللتو اتغيرت اه طبعا عملكواسة اوي اوي اه كتلتو اتغيرتو وللتو اتغيرتو طيب الصقر احمد حسن رأيه في الظرف اللي بيمره فيه الاهلي اين شوفوا اتغيرتو رشديد جدا للعيبة النادي الاهلي اللي واضح جدا بقاله اكتر من مباراة ايه كل الظروف صعبة بالنسبة النادي الاهلي في الوقت الحالي احنا بنتكلم على سواش ولكن هو جه في الظروف صعبة جدا 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 جه في وقت توقيت كان صعب جدا على النادي الاهلي كمان غيابات كتير جدا بالنسبة للنادي الاهلي يعني راجل كمان مش جاي هو تظلم بالتوقيت اللي جي فيه والظروف كمان اللي صعبة جدا جدا اللي بتبقى صعبة على النادي الاهلي كمان نوية تحملها او جموية النادي الاهلي نوية تحملها ولكن خليني اقول من اسباب المشاكل اللي بيعاني منها النادي الاهلي الضغوط لان هو كل ما بيحط في ضغط كل ما بتحط في ضغط النادي كل ما بيزيد عليه الصعوبة في المباوات وده اللي حصل كل اللي قاله كابتن أحمد حسن ده حقيقي وإحنا قلناه بصيغة أو أخرى وناس كتير قالته الحقيقي بس بعد ما بتقال كده بيروحوا رميين الكلام ده كل الناس وتمتدي تحسبك وكأن دك مكتمل الصفوف وليكتك وردي وتكلمك على النتائج والأداء أداء النادي الأهلي مش هو المرضي أو المردي ولكنه ليست بهذا السوق إلا أحيانا يعني يمكن أسوأ ماتش في رأيي اللي هو اللي كان بعد الجونة كان المولي لا 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 اللي كسبنا الماتش اللي كسبنا فيوتر لا لا ما كسبناش فيوتر واحد صفر كسبنا مين مقصة المقصة ده في رأيي أوحش ماتش العبناء الجونة اتنين والمقصة واحد فيوتر كان أربعة فأنت بتعمل نتائج غريبة جدا بس رهن اللحظة لو ربنا وفقك في الفرص اللي بتجيلك دي بس معنا ان بجيلك فرصة انك انت في حاجة بتتعمل ورغم هذا ماشي خلاص اللي فات هنتحمل الجزء الخاص بينا كأهلوية وانا بتعدى سنة بتعدى سنة واحد منكم انا مليش مركز والله العظيم عايز اؤكد على دي استاذ براين والله يا جماعة اللي بتبعتولي على عيني عايز اجاوبكم بس انا مليش اي علاقة رسمية بالتعاقدات او بالاستشارات حتى او 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 انا كل دوري دلوقتي بقى في الاعلام في البرنامج ده لكن كأهلاوي يعودوا جمعية عمومية مشجع انا زيكم في المضرر وفي خندقكم فالاخوة الذين يتوسمون ان يلاقوا ردودة عندي مش هتلاقوا مش هتلاقوا اللي تعرفوا انا اللي بعرفوا هتقولي بس انت قريب وتقدر تسأل ايو انا قدر اسأل بس ما بسألش لاني اربق بنفسي ان انا ازج نفسي وافرد نفسي لان الناس مش نقصة مش نقصة ان واحد زي عدل القيع كل يوم تاني والجماعة بيحصل ايه ما تقولولنا مش نقصة هم شايفين مش ممكن يكون يعني مسؤولوا الاهل مش شايفين الكلام ده وبيتعاملوا به فانا بعتذر للناس اللي عايزة من ردود واللي متصورة ان انا بطنش بس يعني رفقا بيه وبانفسكم ما تضغطوش عليا لاني مش هعرف اجاوبكم طيب على ذكر برضو الصفقات والنجاحات يمكن احمد حسن اشر لجملة قالك دكة الاهل اللي احنا كنا في البداية في بداية المسلم بنقول اقوى دكة ما هو كان بيتقال اقوى دكة واقوى سكواد ولما كان حد ييجي يشكر بيتسو موسيماني او يشيد به يقولك لا 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 ده اللعيبة ده اللعيبة ده اللعيبة ده اللعيبة ده اللعيبة ما بيعرفش يبقى موسيماني يشكر يبقى يشكر الرأي بالضبط يعني في النهاية الحرير بقى كستور والكستور بقى حرير غريبة جدا يعني كل ده يا جماعة الهدف الحقيقي منه استغلال الظرف استغلال حالة الغضب اللي عند الناس ليها اسباب طبعا وليها ظروف لكن مش بالشكل ده مش فاجأة الابيض يبقى اسود بهذا الشكل والناس اللي كانت بتشيد بالادارة وبالسيستم وبالامكانات وبالفلوس وبالدعم والشركات والكابتن الخطيب والمجلس والتنظيم والرؤية والرؤية كل الحاجات الكبيرة الكويسة والراجل بيتحامل على نفسه ويسافر في المطولات الصعبة وهو مش عارف النتيجة هتكون ايه كل ده اتحول للنقيد بفعل الغضب او استغلال لهذا الغضب وعلى فاكر احنا تاني وتالت ليست القضية قضية انه يبقى الكابتن محمود الخطيب اختزال كل المسئولية في شخص الكابتن محمود الخطيب يا جماعة هو فيه نادي اهلي بمؤسساته الكابتن الخطيب اشهر مشهور داخل هذه المنظومة هو رأس المجلس لكنه مش كل المجلس مش المجلس بس ولا المجلس احنا انا باتكلمك النادي الاهلي عبارة عن النادي جمعيته العمومية ومجلس قدارته وجماهيره واعلامه هي دي بتكون حاجة اسمها كلهم مسئولين عن النادي الاهلي وبقوا ثم جماهيره معانا في هذا هو العنصر اللي بيحتضن بالتأييد والمؤاذرة دون تدخل في العمل الاداري او في السياسة الا في الحاجات اللي فيها بتمس خطورة في قيم او في يعني 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 في نظامه الاساسي مثلا النادي الاهلي يمكن بيعهم غير رجوع لعملية العمومية لا كله لازم يحارب الحتة دي اقول لك ايه بقلهم مدة لجنة التخطيط تقرر التخلص ازاي يعني قررت تخلص ازاي يعني قالت لمين وبناء على ايه وعرفتوها ازاي ازاي ده لجنة التخطيط دي كلهم اتنين وكابت الخطيط عرفتوها ازاي كل يوم والتاني لجنة التخطيط بتقول شركة الكورة انا يعني احيانا عمر شاين يكلمني كده يعني بالشكل الودي الراجل بيننا وبين بعض يعني نوع من العلاقة اللي تسمح ان احنا نتبادل الحديث ساعتنا بتبقاش في الكورة عمره ما قال ان في قرارات ستظل بسبب بسيط جدا اتضع مبارح ان لجنة شركة الكورة بتستلم لسه ملف الكورة ياسين منصور هيجيب مش عارف ايه وحيعمل ايه وحيماش مين وقعد مين الكلام ده بتجيبوه منين يا جماعة يا جماعة مش معقولة كل يوم النادي القلي بياخد قرار كل يوم عشان يبلغ الاعلام ده الاعلام كل يوم يقول خرارات عن النادي القلي كل يوم فين القرارات دي وبعد كده طبعا لما بتشمل معظم الفريق حتيجي تصيب في 3 اربعة يقول لك سبق وانا فرضنا مه ودي طريقة طريقة اعلام يعني طريقة شغل طيب الموهوب وليد صلاح الدين شاف المباراة وظروف سوارشيه نشوفه نظرك يعني هل الاهلي قليل الحيلة على الدكة يعني كنت دايما تبقى متطمن انه في دكة جيدة هتقدر تغير لك شكل المباراة ونتيجة المباراة هل الرجل عاجز بسبب كسرة الإصابات طبعا الله يكون فعونه في الجزئية دي وعشان كده احنا بين الشوطين قلنا بيرسي تاو وليد سليمان محمد محمود نعم دول اللي يعني رجلهم في الملاب ومحمد عبد مينعم نعم يعني فبالتالي تغيراته طبعا قليلة جدا تخيل حضرتك انه مفيش رئاس حربة غير حسام حسن يعني حسام حسن لو حصل حاجة انت مش قادر ده فريق فارقه عنده 3 رئوس حرب نعم يعني المباراة دي طبعا 1 صفر لان بتلعب ضد فريق مقفل ومتكتل بشكل كبير نعم وهرض لك النادي الآلي كرف العرضة وهدف وفرص كتير جدا نعم ضيعها النادي الآلي هو والله كابتن وليد ده سعد بلخص الأمور بطريقة فنية بس فيها إجازة يعني يعني هو شرح للناس ايه اللي حصل في الشوط التاني وازاي قلبها كذا وازاي ووصل كده وازاي انه تبهى كلمة كتير النتيجاتها تبهى كده واحد أو اتنين يعني وكادة انه يكونوا اتنين صفر تصور له فيه يعني الكرة دي لو جونة حساب هو وفق مكسوني وفرص أخرى لكن هل ده يعني معنى كده ان احنا متكايفين من أداء الآلي لا الآلي بيدينا طعم تاني ما بيكون حل أنا الآلي اللي بحبه بتاع الخامسة بتاع الأربعة قدام الإسماعيلي قدام الزمالك بتاع التلاتة قدام بيرامدز بتاع الأربعة قدام الهلال بتاع الواحد قدام مونتيري هو ده الأهل اللي بيمتعني اللي فيه شراسة الأهل اللي فيه حسب المباراة تشوف التاكتك المهارة الفردية الالتزام المجهود البدني اللي كل الناس كانت بتقول تفوق الأهل بسبب مجهوده البدني كل التحليل الفارق البدني والسنة الفكرة يجهد الفرع ويخلص عليها في الشرط التاني ولذلك ظاهرة بلاس تسعين كادت أن تتحقق بالأمس يعني مؤكد الظروف مش ممكن تكون ظروف منطقية وإذا لم يفقد الأهل النقاط في مثل هذه الظروف هيفقدها زي صحيح هنتل على فاصل بعد الفاصل هنشوف لحظة الانفعال والاشتباك والظلم في هذه المباراة بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد النادي الآلي قال كلمته وطلع قراراته لأساء فيها لحد ولا تعرض لحد ولا خرج بر الإطار اللي يخصه هو وبالتالي أي حد يتناقش المفروض يتناقش فيما يخصه هو فيما يخص نفسه ونديه وكذا الآلي شفت القرارات كلها الآلي فقط هو المعنى بيها تحدث عن ما تعرض له من ظلم وما تعرض له من ظلم أثر في نتيجة المباراة الأخيرة حتى آخر حاجة الدليل البين مباراة إحنا دلوقتي هنعرض سلسلة اعترافات بعظمة لسان أصحابها اللي غالب ييتم على فكرة من أبناء نادي الزمالك عشان تشوفوا حج قوة حق الأهلي والظلم اللي يدافع عن نفسه أو يدافع عن حقه ويطالب باللي هو شايفه المصلحته أي طرف تاني يمتنع لأن الأهلي لم يتعرض لأي أحد أو لأي طرف فقط دافع عن حق المشروعين الأهلي لم يتعرض غير للتحكيم أي ولكن للتحكيم أي طب لو طالتك إساءات من أي حد لسكن لا طبعا لا طبعا لا دا دا احنا احنا مش بس مش هنسكت دا احنا نبادر كمان طبعا ما انت إذا كنت هتوبادرني هبادر بالضبط بالضبط نجمي لديه زمالك الكابتن أحمد حسان ميدو في برنامجه نشوف شايف اللي حصل مع الأهلي إزاي الكرة مشوف صايد أكتر حاجة هتخدعكو في الجندة الخط اللي مرسوم دا الخط دا مرسوم غلط أصلا يعني اللي عمل الخط دا ما بيفهمش لا في قانون الـ ولا بيفهم في الإخراج ولا أي حاجة لا جماعة الناس دي محتاجة أنها تتدرب صح لا الناس دي محتاجة أنها تتدرب صح لأن في فرق بتتظلم ونتائج بتتغير الناس بتاعة حكامنا لازم يتدربوا صح كان الله في عون بارك كلاتنبرج يعني الراجل هو على وصول أو جاي وأنا يعني هو قال لك إنه هو من ضمن الحاجات اللي قال لك قال لك إنه هو هيخلي المشاهدين يسمعوا الكلام ما بين الحكام وبين بعض في حالات الـ والنهاردة أنا كان نفسي أسمع الحكام بيقولوا إيه لبعض شوف بقى يعني الموقف أما الكابتن ميدو يقول لك اللي حاطت هو يعني راجل عايز يحتاط قوي قال لك ما بيفهمش لا ده بيفهم قوي ده بيفهم قوي وعشان كده النادي لأيلي يقولك أنا عايز التحقيق مع حكم الفار ولازم نعرف يوصل لإيه لأن ده تدليس يا أستاذ إبراهيم ده تدليس انت حاطت النقطة غلط وانت عارف انك حاطت غلط والحكم ما رايش شاف هو يعني إن الناس في أفريقيا أفضل مننا اللي بيشتوبوا حكام وبيوقفوا حكام وإن شاء الله بعد عشر سنين مش هيأتي يوم أن كل واحد عمل حاجة هيحاسب على فطورته مش متابلة بعد عشر سنين دخل السجن وغرف ده دخل السجن عشان كان الرجل قلنا عليه مرتاش وطلع مرتاش وهي بطولته بتتعد علينا صحيح واخد بالك صحيح التاني إيدرامو ده اسمه آه لامبتي جورجي لامبتي راخرة واقف آه ودخل السجن وتشطط آه يعني يعني عايزة عرف إحنا يعني إحنا إحنا اللي عملنا الاتحاد الإفريقي إحنا الرواد يبقى ده حلنا وده منظر تحكمنا ومش صعبان يا حكام مصر مش صعبان عليكم نفسكم وحلكوا وبيتعامل فيكم كده عشان أربع خمس أفراد يتلعبوا بيكم بالمنظر ده ويشيئوا إليكم بالمنظر ده يعني يعني طيب كابتن أحمد حسان ميدو واضح وضوح الشمس هدف الأهل السليم إلغاء قرار من حكم مش فاهم وطبعا مش فاهم دي زي ما المونطس عادلي قال مبسطة لأنه ده حكم راح الأولمبياد ده حكم كان في الدورة الأولمبية حكم فاهم وأنت أستاذ إبراهيم لو تكون فاهم أو مش فاهم هو الأستاذ مش بتحسب من أخر نقطة القريبة للجنب أنا راجل مش فاهم حتيجي تقولي حط النقطة هقول لك أهيه لما تحط كتفك تاني لو كنت مش فاهم هحطه على الكوع هتقولي لحو طالع الكتف هقول لك أهيه لكن هروح للكتف التاني أبقى مدلس شفنا رأي ميدو وحرصا على استطلاع رأي الزملاء نجوم نادي الزمالك رأي كابتن كريم حسن شحات أنا بقول الكرة دي جون بالنظر كده رؤيتي من خلال الخطوط اللي احنا شفناها الكرة دي هدف لصالح الأهلي هدف صحيح ودفع فاركم غطي وحتى لو مش مغطي يبقى اللي اتنين على خط واحد إيد مدافع فاركم ما بتغطيش جسم ما بتغطيش الأوفصايد لكن من عند الكتف أنا تدق تحسب الأوفصايد من عند الكتف هل بيرسي تاو يعني في موقف تسلل مش واقف يعني أو قبل آخر نقطة في جسم مدافع فاركم أنا شايف لا أنا شايف أن بيرسي تاو كان رجله دايس على الجير ومدافع فاركم كمان رجله دايس على الجير وجسم مدافع فاركم ما غطي الكورة دي رؤيتي يعني للكورة فأنا شايف أن هي مش أوفصايد برؤيتي كده شايف أن هي مش أوفصايد الكورة دي ويعني مش عارف ليه حصل تصرع من الفار كان لازم يبقى فيه تدقيق أكتر من كده حتى الخط بتاع الفار حاسس أنه مرسوم غلط مفروض يترسم يعني يبقى يترسم من عند آخر نقطة اللي هي الكتف قبل الإيد من هنا كده يترسم بخط متوازي مع بيرسي تاو عشان نشوف هل أوفصايد ولا مش أوفصايد يعني حتى شوفنا اللقطة الخط مش مزبوط مش عارفة جد مش عارفنا أنا مش عارف الكابتن هاني مش عارف الكابتن ميدو ده محمود عشور ده كان مرشح لكاس العالم يا فار يا فار يا عار هو ده دور الفار والعار اه شوفنا ميدو وشوفنا كريم حسن شحاتل الخط ولا أوضح اسمع بتكلموا على الخط وعلى الخط ما تكلموش الكرة اوفصايد قالك مش اوفصايد بس الخط ليه معبول كده انا عايز التحقيب اه في الخط الخط واللي عملت واللي الخط واللي عملت اقولك انا عملك بس يتهز مني اصل العربية مشت في مطب وخط وحش لا طريقة التجاهل على فكرة مش هتنفع حد طريقة ان كل ما تسأل في موضوع ما توصلش النتيجة فيه دي ما يصحش طيب كابتن ساميرو عثمان الخبير التحكيمي في اون تايم سبورت نشوف رأيه في المصيبة السودة دي احنا بعدما عملنا الخطوط اللي احنا شايفنا قررنا مع هاني عفتاح الهدف سليم اما جينا عملنا مسافات شوفنا ان المسافة المسافة من اخر مدافع الخط المرمى كان 15 متر و48 سنتي طيب المهاجم اللي اتحسب عليه لو اقل من 15 متر 48 سنتي يبقى الكرة دي تسلو طيب عاوزين نشوف خطوط الفار اتعاملت ازاي نعم نقطة لازم تبقى محطوطة في الكتف ده يعني الخط ده يبقى محطوط هنا ده السورة اللي تعليقت من تقنية الفار او غربة الفار دي كانت عندنا حالة مهمة انا ممكن اجيب لك حالة تانية ايه بعد اذنك اتفضل مباراة الزمالك وبرامنز الأخير الزمالك وبرامنز استقم الحكام اليوناني اللي قدر المباراة فيه كرة شباه الهدف الثاني الزمالك بنسبة كبيرة بنسبة كبيرة بس انا عاوز اقولك بصراحة الكرة دي اسهل من الكرة اسهل اسهل من الكرة دي كرة مطشي الاهلي النهاردة وفاركو اعتقد اسهل بكتير من كرة الزمالك وبرامنز تبقى لرؤيتي حدف الاهلي سليم هي حامل تبقى لرؤيتك تبقى لرؤيت الجميع بلا استثناء يعني هو احنا ما بنقولكش اتحسبت ليل الزمالك هم يقولك بتلغن احنا ليل الحاجات اللي بتتحسب للزمالك هي هي ما بتديناش ليل ضربات الجزاء اللي بتديها للزمالك هي هي الانذارات تمانية عندهم انذارات يطلعوا اسلام زي الفول حاجة حلوة واخد بالك يتحرك ماشي يستحق الانذار بس بس صغيره كان يستحق كتير ده انت يا راجل فيه انذارات وطارده ويتم تجاهلها خلينا يعني على العموم اوروبا ضرت النفاع عشان الناس يشوف كل الحاجات طيب الكابتن سبير عثمان ما عندهش تفسير للي حصل الحقيقة لكنه قال ان الخط ده اللي مش عارف ازاي يتعمل كده كله بيتكلم على الخط الخط ديرت الخط التدليس اصد افراهيم الخط المدلس الخط المدلس طيب اللقطة اللي كابتن سامير عثمان عرضها وكابتن شوبير قرنوا بيها جل زمالة في مباراة بيرامنس وهنا عايز اقول بقى للكابتن بتاع الاحتواء كابتن عصام عفتاح نفس الاجهزة نفس غرفة الفار المصرية يعني الفار المصري هو هو ما فيش حاجة تغيرت والتاني خدت ايه تلاتين سانية بس انت في بضع ثواني الحكام الاجانب شيكوا مع بعض وجون انت النهاردة رسم الخط غلط خط مزور خط فيه من التدليس والتضليل ما يكفي باعتراف خبراء التحكيم مش باعترافنا اللي عمل الخط ده شغل اجرام شغل اجرام واحد داس على ضميره لانه اولا لو هو جاهل وما يعرفش يبقى المصيبة ان انت عينته ووصلته للمستوى ده حاجة بالدين يا اما انت متواطئ في تعيين حكم مش عارف وده مستبعد جدا لانه ده كان نفسه يروح كاس العالم وكان شارك في الاولمبياد يهيب ان هو يعمل جريبة ومصيبة زي اللي حصلت دي ومحدش يرد ومحدش يحاسب على خطأ تقني متعمد زي ما قالوا الخبراء واعتقد المقارنة بين نفس الخطأ بين الحكام الاجانب في مطش الزمالك وفيرامنز وحكام مطش الآله وفاركو نفس الغرفة ونفس الفار ونفس القطة ونفس الأرنب ونفس كل حاجة ده حاجة وده حاجة انا ليه رجاء بقى سيد زفراهيم اه ان يتم التحقيق مع محمود عشور بس عن مجمل اعماله عن مجمل اعماله اه زي الجواس كده اه يعني يجيب له بقى كل الملاحظات اللي تقلت عليه يفسرها مرة واحدة هتجد كم تناقض حتى في الطرد وانت بتطرد مرة ساد عم الحفيز ومرة وسام بالتبريق عشان بصله وبعدين لما اللي بيزغدوك في كتفك وبيوقعوك ما تجيش ناحيته انا عايز حدي يعني يتعمله كده فيديو قولنا ليه دي وله دي ليه دي وله دي إذا كان عرف يكمل إجابات يعد لأ يبقى جدع حتى لو بعد كل ده حقبل منك أي إجابات تقول طيب بعد الكابتن ساميرو عثمان نشوف كمان الكابتن جهاد جريشة عشان تشوفه هو الألف غضبه عنده حق ولا لا حالة مهمة جدا النهاردة في مباراة الأهلي وفاركو إلغاء هدف الأهلي بدع التسلل هنتفرج عليها ونحلالها مع بعض ونشوف الخطوط اللي ترسمت ساعة اللمس القرة كان لسه فيها يعني القرة اللي تلعبت كان لازم تستنى خروج القرة بالكامل وترسم الخط هو يترسم الخط قبل خروج القرة وبالتالي الخط لما ترسم ترسم من الرجبة اللي تحت لو مركت في اللعيب الخط اللعب النادي فاركو مغطي تماما اللعب النادي الأهلي المسافة من خط منطقة الجزاء للعب النادي الأهلي أصغر من المسافة من خط منطقة الجزاء لنهاية كتف فاركو وبالتالي حتى من غير خطوط بالنظر هتلاقي الكرة السليمة وهدف سليم ملغي للنادي الأهلي مش محتاجة والله ما محتاجة من كتر بساطتها ماهش محتاجة يعني مش محتاجة خطوط مش محتاجة لكن اللي عايز يعمل خطوط عايز يلعب في الخطوط وبدأ ملعبت يا حبيبي مرة وتقفاشت أجيب لك بقى كل حياتك كلها يعني المفروض الكفاءة بتاعت الحكم تكون بمجرد النظر كلنا وإحنا بنتفرق جون أي حد بيفهم كورة على قده حد بقى جون انت كعنصر بشر متخصص وكحكم محتاج ولما ترسم خط ترسمه غلط أو تدلس به طبقه كشفك مش بس لجهة جديشة ولا سبيل عثمان الكابتن ريدال بلتاجي كمان الكورة بتاعت بيرسي تاوي الهدف دي أنا بالنظر كده مش أوفصايد أنا رؤية شخصية وأنا سافر الكورة دي هدف صحيح تتفق معايا صح؟ طب ليه الفرما حسبهاش كابتن لا يعني السؤال لي هو بقى يعني أنا سافر هنا إن قدم المهاجم أي إحدى أخذ مية على خط والأوخر داخل متتجازة بالزبط المدافع خدمين التين داخل متتجازة دي يعني تدينة ممكن دلالة لا مدافع فاركو برضو في رجل على الخط بس مدافع فاركو أقرب شوية أقرب شوية أيو صح؟ 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 تاني الخط الخط هو السبب الموضوع قرار دي بره الحساب يعني حتى الكابتن البنتاج هو القرار دي بره الحساب بجد ولا بيتحسب عليها طيب كابتن توفيه السيد كمان عشان تشوفوا يا جماعة هتولي حد من خبراء التحكيم ما شاورش على الجريمة اللي حصلت وما استغربش شوفوا كان حكم قال شوفوا الكابتن توفيه السيد دي ايه يا كابتن قولا واحدا بصدق هدف صحيح ما في المنزل يعني ما تكون كورة بهذا الوضوح وفيه فار حلو والفار هسبتلك الصورة وعمل لك الخط وكل حاجة وتتحسب برضو افساية بس عمل الخط من بس البر عمل الخط هنا كتب محمد حتى البروتوكول بتاع الخطوط معمولة غلط معمولة من بطن اللعيب المسترد ما هي اقرب نقطة الخط المرمى اللي هي كدف اللعيب مش بطنه مظبوط هتعلت انا جماعة لفارقة هتلاقي صورة من بطنه مظبوط هذه ملحوظة برضو يا كابتن انت بتتكلم عن الكتف اللي هو اقرب للخط لخط المرمى بالظبط كدف بالظبط النقطة الاقرب لخط المرمى هي الكتف الكتف وبعدين راس بالظبط كدف مظبوط بالظبط كدف جزاء هو خد الخط لنقطة الاقرب لمنطقة الجزاء فاثبت ان الجن صح لان النقطة الاقرب لمنطقة الجزاء اللي اتخذ عليها الخط لا 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 بتاع بيرزيتان فهو الاقرب لخط منطقة الجزاء فهو كده الجن صح يعني تجيبها يميد تجيبها شمال تطلع فوق تنزل تحت تدليس طب والكابتن محمد صلاح عبدالفتاح مش هنسيب لك يا كابتن عشور انت والكابتن الغندور رأيي لخبراء التحكيم إلا ما هتسمعوا عشان تقولولنا في الآخر ردوا على الناس ضميرك وراح فين نشوف الكابتن محمد صلاح عبدالفتاح هدف الأهلي الملغي هل كان تسللا ولا القرار خاطئ من الفر أولا هروح للتمركز الحكم المساعد هاني عبدالفتاح إنه هو الحكم المعني باللعبة هاني كان تمركزه رائع جدا تمركز جيد جدا شايف اللعبة بهضوح وكان قراره إن القرار هدف دي أول حاجة فطبعا بيستنى تأكيد حكم الفيديو لقينا الصورة ثلاثة إنه في خطوط بتقول إن الهدف تسلل هلوح للخطوط الخطوط مبدئيا مرسومة غلط ليه مرسومة غلط لما هنلاقي الخط الأحمر إنه هو الأقرب لخط المرمى هنلاقي حكم الفيديو وراسم الخط الأحمر من على ركبة عبدالله بكل رغم إنه في كتفه والكتفه هو النقطة الأقرب لخط المرمى يعني معنا كده إن النقطة دي هي اللي بغطية التسلل هنا هلوم حكم الفيديو على رسم الخطوط لأن الهدف اللي تم إلغاؤه هدف سليم مليون في المية وأكيد لك إنه هدف سليم مليون في المية والخطوط مرسومة بشكل خاطئ نفس المشكلة يا باش مهندس وخلاص بقى احنا بس بنسمع الناس عشان نعرف لماذا أشار الأهلي إلى مهازل التحكيم بهذا ولماذا طلب التحقيق طيب عرضنا كل خبراء التحكيم حد عنده اعتراض إن اللي حصل ظلم بيّن وجريمة متكاملة سمعته رأي مختلف لا من الزمل المقدم البرامج ولا من خبراء المحللين ولا من خبراء التحكيم إجماع كامل على إنه الأهلي اتظلم بشكل واضح زي مباراة المقولين اللي قبل منها وزي ما هتشوفوا كاشفة حساب المر اللي هنعرضه لكو دلوقت لكن اللي حاصل ده استفاز النقد الرياضي للزميل العزيز شريف عبدالقادر كان ضيف ضيافة الكابتن متحل شلبي فاض به الكيل هو راخر نسمعه ما يحدث تخطى مرحلة روح الفور روح البرتوكول روح الفور تعتكابتن عسام تخطى المرحلة دي وما يحدث كل مباراة دلوقتي الأهلي طرف فيها لازم يحصل فيها كارثة تحكيمية فالموضوع زاد عن حده جدا للموسم التاني على التوالي يعني اللي بيحصل ده تتكلم عن اللعبة اللي هي بضربة اللي هي مش اللعبة بس دلوقت يا كابتن في حالة طرد قبلها لللعب كان كسلي دخل برجليه فروج بتعب المنع تحولت لإنذار فقط حالة طرد تانية للاعب اللي نزل عماد محمود ودخل برجله في وش محمود 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 يا كابتن شفت اللي حصل يا كابتن اللي حصل إيه الولد طاير في الجو ودخل في وش خلاص نزلت اللعب الأهلي قلنا بيمشي اللعب مش عايز يوقف المباراة راحت لفاركو وبدأت هجمة واللعب مرمي على الأرض وبعدين وانت ماشي راح بقى الفار شايف لعب على الأرض ووشه جايب دم مش محتاجة فار مش محتاجة فار وبعدين بص الحكم فين حضرتك واللعبة فين يعني الحكم فين واللعبة فين يعني بالعين المجردة حجبان فإحنا يعني في مأساة وفي كارسة تحكيمية يعني أنا بخاطب بقى مجلس دارة النادي الأهلي لا ما تشيروش تفاقات الناس طالما الموضوع كده ولا ولا تجيبه مدير فني قوي ولا تعمله أي حاجة طالما الموضوع كده بقى بالتوجيه لا طبعا وجهت نظر ليه قيمتها يعني لأن المسألة مش مسألة أنك تبني فريق ولا تكافح بشرف ولا تشرف القرى مش الكرة المصرية لا ده واضح أنك أنت بيتعقب وللأسف مجموعة من المصريين أصحاب الشأن الكروي اللي في يده مقاليد الأمور بيحرموك داخل وخارج القرى أستاذ براهيم هو أنت لما يحصل لك في كده في نهاية كأس الأبطال ويخبوا جوابات وعملوا ده مش موقف وموقف عامد ومتعمد هو الأقعمد مجاهد لما للأسف الشديد يتفضح ويتكسف ويتكشف أنه هو بيسعى إلى إقصاء الأهل من البطولة الأفريقية وما تخرجش التحكيم من المشهد ده أن أقرص على أقل عشان تبعده شوية عشان نعرف نتكلم في الموضوع لأن الموضوعين متزمنين يعني الثلاث مطشات الآخرينين اللي فيه أخطاء فجة جدا 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 طبعا فيه أخطاء قبل كده نتكلمتش المصر ما هتجيبه أنا وإنت ما نشوفه تاني هنستغرب طيب كده ظهرت الرؤية ووضحته زي ما بيقول شريف عبدالقادر الحقيقة طب هو أنت ليه بتجيب صفقات على فكرة فيه رأي تقال الأهل يوفر صفقات ويوفر فلوسه ويجيب حكامة جانب يحول الفلوس اللي يجيب بها لعيبة للحكام الأجانب وياخد حقه لأنه الواضح زي ما شريف قال هيجيب لك برده لا المسألة المسألة فيها توجه واضح جدا وكل مباراة قالك مفيش مباراة للأهل لا تخلوا من كارثة تحكمية ومباراة الأهل فقط ما هما نفس الحكام ليه ما بتحصلش الأخطاء الفجة دي في مباراة أخرى ليه مباراة الأهل بيندخرة لكل الكوارثة التحكمية بالشكل ده لو بنتكلم على عنصر بشري لو بنتكلم على كفاة لو بنتكلم على أجهزة لو بنتكلم على إمكانات تقنية أي حاجة ليه كل البلاوي دي ما بتظهرش إلا في مباراة الأهل مدد الأهل وفي الاتجاه المدد للأهل أستاذ براهيم يعني إحنا لما نيجي نتكلم أنت ساعة ونبت تنسيت أنا كنت شاولت لك ساعة إيه بس قول لأن نقطة مهم بس أنا رحت معك في الكلام ساعة ما جيت بلاش صفقات وهات حكامة جان أنت النقطة دي خطر هايقول لك طيب هجيب لك الحكام برضو بالطريقة اللي هو عايز أنت تذكر السنة اللي فاتت لما كنا بنقول الفار الفار والحق أنا قلت لك إيه الفار بشري الفار طالما أن فيه عنصر بشري هي هي هتنقل السفارة من الملعب لقطة الفار ضمان العدالة ضمير من نفس الأشخاص ومن نفس التوجه ومن نفس كده هي هي وهذا اللي ظهر بوضوح دلوقتي هتيجي تقول لي حكام أجانب هقدر هجيب لك حكام أجانب بس مناني كتجري مناني وهم مين طيب نتيجة اللي حصل ده كله أو اللي حصل ليلة مبارح ده كانت ملخص حصاد مر جدا طوال الموسم تفاصيله لقطة بلقطة ولحظة بلحظة بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد طيب هل القال بيبالغ في شكوية ضد التحكيم عشان يطلع زريفة فندي يرسم كاريكاتير ويقول لك حجة البليد التحكيم وناسي إنه عايش تاريخيا على غلطة في لقطة اللي جون حسن شحات بقى حق المبكى ناسي ده لكن الحياة هل النادي الأهلي خلال هذا الموسم الموسم اللي فات انتو كلكم فاكرين تفاصيله بشكل عمدي وواضح وصريح توجهت البطولة السنة دي هنتكلم دلوقتي لقطة بلقطة في كل مباراة وزي ما احنا متفقين مش هندخل برأينا وهتسمعوا رأي خبراء التحكيم بالزبط في هذا الحصاد المر اللي خلصته انه السنة دي الأقل اتعرض للظلم يا حضرات في 12 مباراة في 12 مباراة فقط نتيجة هذا الظلم 11 نقطة في 6 مباراة 11 نقطة مباشرة في 6 مباراة واللي اكسبتها حتى اتظلمت فيه وبرغم الظلم في 5 مرشاط فاز بيهم بس حتى وهو بيكسب بيتظلم فحبنا نفتح كتاب هؤلاء الظلم مرة واحدة سواء الأهل فاز أو الأهل خسر لأن انا مش هنسلك حقي وانت ظلمني وانا كسبان اديني حقي وانا كسبان وما تدينيش فوق حقي لو انا خسران انا مش محتاج منك لا شافعة ولا حسنة لا تهدر حقي وانا خسران ولا حتى تجاملني وانا كسبان في الحالتين الآله بيطالب بحقه ومرة تانية وتالتة وربعة مش هنقول رأينا هنسمع خبراء التحكيم في كل وقعة كانوا قالوا ايه رغم فوز الأهل على الإسماعيلي 4-0 الكابتن سمير عثمان سجل رأيه في خطأ قانوني للكابتن محمد عادل كان حكم الفار أحمد الغندور ومحمد التابعي نشوف سمير عثمان عن محمد عادل في مطش الأهل والإسماعيلي 4-0 خطأ هنا دي في الرقبة وهي مش إهمال هي تهور ليه التهور عشان خبطه في رقابته تهور يعني حاجة بسيطة جداً انذار يعني الراجل ده عنده انذار يعني الحكم يصفر شايف الكرة يديله الانذار التاني ويطرده تجاهل طرد بهر المحمد ايه كان النذار التاني اه طيب واضحة انت كاسبان اربعة بس ليك حاجة مخطاش واضحة جدا كابتن جهاد جريشا عن ذات الواقع برضو نشوفه سأل النذار لأن الإيد في الرقبة أو في الواقع في المنظر ده تهور من اللعب الإسماعيل وبالتالي سأل النذار دي اللاطة الأولينية يعني حراك شايف يعني حراك شايف ان بارم محمدي كان يستحق الانذار التاني وبالتالي طرده في الديه عشرين بالزبط بالزبط تجاهلوا الطرد ادي تاني اي واحد في واقع من الاتنين سامير عثمان ده انت لو جبت السيد والكابتن جهد جريشا انت لو جبت السيد فتحي طيب اللي فاكره بتاع الشرطة اه بتاع الإسماعيل بتاع الإسماعيل حيقول لك طرد الاهلي بيلعب مع البنك الاهلي الاهلي كسب واحد صفر ومش عارف ليه حتى والاهلي كسبان ما تنفعش تطرد لعب من الفرقة التانية بس عارفين مين كان الحاكم بقى الكابتن محمود عشور الفارة فاندي كان حاكم الفار معاه عبد العزيز السيد وحماد الجلاوي نشوف الأخطاء زي ما سجلها على عشور برضو كابتن سامير عصمان دبش رقم أربعة بنك الأهلي اعترض بأسلوب غير لا قداله إنذار مفروض اللعيب أول ما ياخده إنذار بيخاف على نفسه عشان إنذار التاني صح إنما أنا ياخد الإنذار وأفضل أشوح بالشكل ده أنا بالنسبة لي النهاردة كنت مصطفى الشهدي ده ممكن أقول ده أحسن حكم في مصر وفي أفريقيا هيكون لو طرد العيب ده عليك كان لازم يطرد دبش يعني دي تشوي هتعدي بس كان عنده نظار أي طيب عشور طرد حسام البدري بمجرد النظر أيما لا تتكلمني أنت جايب عشان دي يعني فين شخصية الحكم عيون حسام البدري أزيته فبصر له لأزرى راح طرده لكن ده بش يعمل فيه اللي عمله مدام مش في الأهلي ومدام ضد الأهلي لا ما يضطرتش شفتوا كده ده كابتن محمود عشور يا سيدي جي الأهلي لعب مع الزمالك مباراة الخمسة المباراة اللي الناس أشادت باللي خسر ثلاثة وقللت من اللي فاس بخمسة ماشي الغرض مرض لكن في المباراة دي الكابتن محمد عادل نشوف رأي الكابتن سامير عثمان رغم فوز واخدوا بالكو حاجة لما الآلي فوز ما تطردش حد من الفرقة التانية ده واضح إنه ده قانون الرأفة لأنه دي للمرة التالتة الإسماعيل والبنك الآلي ودي كمان الزمالك نشوف سامير عثمان لقاء القمة هذه الفيديوهات واحدة منهم أبو جبل بيتكلم فيها كابتن محمد عادل بيقول له أنت عايز النتيجة كام قول لي عايز النتيجة كام وأنا أوصل لك للي أنت عايزه لما أنا حكم والعيبي يقول لي كده أنا إيه الإجراء اللي بتأخذه قلت أحمر لأنت بتشاكك في ضميري خلصة قال له إيه الإجراء قال له قلت أحمر إنك بتشاكك في ضميري هو أنا أبدأ دا أكلمك قال لي الحاكم كده يعني مش حد نقالك إنه اتصرف إزاي طب يضطرت لعبت لعلك أسباب لأ وأنت ما جبتش كورة الجزيرة لليه البنالتي طيب في المباراة ديت كابتن شوبير جاب لكابتن محمد عادل عاد تليفون إيه اللي انت عملته نشوف هو بنفسه وبعظمة لسانه وقال له إيه والله كابتن أحمد أصعب اللحظات بعد الهدف الثالث للأهلي لما حدثت أن لعيبة الزمال كابتدت تتوتر مش من التحكيم توطر من النتيجة الكبيرة والنتيجة العالية حتى كما نسماعات مع المأسادة الزملاء أقول لهم منش من الإدارة إحنا دلوقتي في مرحلة الإدارة لأن سهل جدا أنت أي حد يعمل أي حاجة كارت في كارت بر نعم هتبقى أنت محتويتش اللعيبة نعم يا حنين يا حنين لكن أصعب لحظة في حياته كان حيعيط بعد الجون التالت فقرر يا جماعة سيبك من الطرد والكلام ده ضربة الجزاء كانت النتيجة خمسة واحد احتسر ضربة الجزاء ليه جزيري من الوهم والخيال وجات بس أنا مش يعني وأنت كمان بتعمل احتواء هنا ما جيبتهاش لإيه طيب ده كابت محمد عادل والواضح جدا في كل اللي فات يعني في مبارات الخمسة منتهى الاحتواء البنك الأهلي الإسماعيلي في الحالتين مقال لهم الأهلي كاسبان لا تطرد أبو جابل في مطش الزمالك حتى وهو بيسئل ضميره يعني كابتن ساميرو أصمان قاله تعمل ايه؟ قاله كارتة أحمر الحاكم بيتهكم على ضميرك هي دي عايزة كلام لا بس لا وتسأله إن الأهلي بيزعله لا لا قاله قاله ما تستعجلش بس أنا حزبطها لك حزبطها لك وزا ما تقاله يعني أنت متخيلين ده طيب وصلنا للأهلي والمقاولين واحد صفر الحاكم أحمد الغندور وفي الفار كان محمد عباس وعلاء وجدي ضربت جزاء للأهلي وطرب الظالم لحمد فاتحي ورأي مهم لكابتن سامير عصمان في ديقة 22 هنلاقي في شد من مدافع نادي المقاولين بييد محمد شريف في شد المفروض الفغرفة الفار يجيبها عشان فيه ضربة جزاء غير محتسبة للنادي الأهلي آخر لعبة في المباراة وهي طرد لعيب النادي الأهلي هنشوف طرد لا لا لو اللعيب ده ما خبطش لعيب بتاع نادي المقاولين عمر السلية ده قريب منه جدا الكرة دي انزار لان هي هجمة وعدة وليست فرصة محققة يعني تمشون تمشي هنعلق طيب بتاعيش نعلق وقوله ايهو النبي طيب تجاول ضربة جزاء للأهلي وطرد ظالم لحمد فاتح الحاكم ما احتسبش ضربة جزاء لمحمد شريف ضد لعب المقاولين زي كابتن سامير ما بيقول والفار أخطى في عدم تنبيه الحاكم يعني لا تحسب ولا تتنبه وحمد فاتحي ما استحقش الطرد وكان الانزار كافي كابتن الشناوي في اون تايم سبورت عن نفس المباراة نسمعه الحالة بتاعي طرد حمد فاتح الاهمال لا يعاقب بانزار ولكن يعاقب بانزار اذا منع عجم وعدة ويعاقب بطرد اذا منع فرصة محققة لإحراز هدف طيب حمد ده يعاقب بيئة كابتن برحل لا ياخد بانزار ولا ياخد طرد كابتن احمد الشناوي لا ياخد لا انزار ولا طرد لان الشرط لا تنطبق عليه تموت خيالين لا انزار ولا طرد بس يضطرد وضربة الجزلاء في كده يا جماعة بس التفاصيل بتعدي وبرضو من كترها الناس ما بتوقفش عندها احنا يا جماعة احنا يا جماعة بنجيبلكو حالات في الماتشاط اللي كسبناها طيب لا لي وسموحها لا لي وسموحها لا لي وسموحها اربعة واحد اربعة واحد الحكم محمود البن وفي الفار كان محمود دسوي وهشام الدسوي تجاهل الحكم ضربتين جزاء للاهلي والرأي فيها تفاكرينوا الكرة بتاعة الهاني سليمان الرأي فيها لكابتن ساميرو عثمان نشوف اللي انا شايفه هنا بتبقى للتصوير ده ان فيه ايد حارس مرمى لحظة واحدة حارس مرمى ناجي سموحة انا اعطيها كذا مرة هنا لمو على برة انا شايف فيه ايد هاني سليمان خبطة رجل العيب النادي الاهلي كنت اتمنى حكم الفيديو يعني قرار حراك ان الكوري يدرب الجزاء اللي ندلال انا شايف حراك الجزاء ان فيه التلامس ياد الحالة اللي بعدها حالة برضو اختبار داخل منطقة الجزاء لمحمود البنة محمود البنة نجح في الاختبار بنسبة 100% محمود البنة قريب احسن من عين احسن من عين من اي حكم تاني فيديو هنا في احتكاك في لعب باهمال من لعيب نادي سموحة الناس هيقولوا حتى لو لعب كورة ايه لعب الكورة بس اما بتلعب الكورة برضو انت لازم تحافظ على سلامة اللاعب شكل بالشكل ده بالاسلوب الداخل عليه دي ركر الجزاء تدخل غير مبرر برضو من حكم الفيديو ندى وفرجوا على الصورة انا اسس لعب كورة كنت اتمنى ان البنة يصمم على قراره عشان كورة الاولاني هو كان القرار السليم الحتة اللي جاية دي حتة سيئة سلوك غير رياضي واتمنى الناشئين اللي بيتفرجوا على لعبة زي دي ما يتفرجوش عليها تاني سلوك غير رياضي من كابتن هاني سلمان مش معقولة في دوره بالحجم ده في دوره ممتاز الكورة في اللاب يروح لها رامي الكورة بالشكل ده مش معقولة يعني دي مش بتحصل في مطشط الدرجة التالتة كل مرة تدخل الفر ياما عشان طرد للأهلي ياما الغاء حاجة يضرب الجزاء يالغاء هدف يالغاء وكل مرة في قرارات الفر إصارة كبيرة للجدل وعدم الاتفاق على هذا القرار طيب في كل اللي فات ده يا جماعة المعنى واحد الأهلي مش محتاج فدوسوا احنا جبنا لكم المطشط اللي كازبانين فيها انت تكسب أربعة في سموحة ليك دربتين جزاء ووقع الطرد لا يرموا الكورة عشان تعيق هجمة برضو لا تكسب الزمالك خمسة وليك حقوق قانونية وحارس يطلد لأنه بيتهكم على ضمير الحكم لا والبنك الأهلي والإسماعيلي كلها وقاع فيها معنى واحد مكفية ان الأهلي كازبان فمقبول ان انت تدوس على حقوقه طيب لما انت تتسبب بقى في شكل مباشر في إعاقة الأهلي الأهلي بيلعب مع المصري الحكم مين بقى هنا كانت نقطة التحول دي نقطة التحول في الضربة في الأهلي بقى هتولوا محمودة محمودة عشور وعشان تشوفوا انتو نقطة التحول بتيجي مع مين هتولوا محمودة عشور الأهلي بيلعب مع المصري الحكم محمودة عشور وفي الفار محمد الحنفي ومحمود ناجي تمتخيلين ان الأهلي في المباراة دي تخسر واحد سفر علشان محمودة عشور يتغادى عن ضربتين جزاء لشريف وحسام حسن وعن انذار لهايسم العيوني وعن طرد برضو لمدافع المصري في كورة شريف والنتيجة عشور يهزم الأهلي واحد سفر لصالح المصري ويخصن ثلاث نقاط كانت بداية اللعبة في العداد دي بداية اللعبة في العداد نشوف رأي الكابتن جهات جريشة في المصايب اللي عملها عشور في مباراة الأهلي والمصري اللعب اللي أحرز الهدف غطى وشه بالكامل بالتشيرت بتاعه المنظر ده في الديئة 8 باحتفاله بالهدف وده لازم كانت بعقب بانظار اللعب ده بعد كده في المباراة خد انظار وكان طبعا النظار ده كانت بانظار التاني وده خطأ من حاكم مباراة الحالة التانية ده كانت في الديئة 30 وهي عبارة عن المهاجم محمد شريف استلم الكرة بسدرو وحصل دفع بالجسم فيه دفع بالإيد وده كانت ركل الجزاء مستحق لنادي الأهلي الحالة اللي بعد كده اللعبة دي برضو نفس الكلام ده عبارة عن ركل الخطأ دوت كان فيه فرصة محققة انفراض كامل للعب النادي الأهلي وبالتالي الخطأ كان موجود والركل الحرة كانت موجودة وهبى فيها مقابل يعني معاها كارتة أحمر مستحق للعب النادي المصري ولكن للأسف ما تمش حساب الخطأ نتكلم على آخر لعبة معنا في الديئة 55 وده مسك ومنع تقدم المنافس مسك حسام حسام حسن وبالتالي ركل الجزاء تانية في المباراة لم تحتسب للنادي الأهلي يعني الزهر للتحويت بالإيد يا أستاذ فريم احنا فهم القانون غلط اتضح ان المدافع ممكن يحضن المهاجم اذا كان يرتدي الزيل الأحمر وبيسمح بهذا يعني بس يكون يرتدي الزيل الأحمر وعليه النجوم والنسر طيب بشكل واضح كان بدأت مرحلة اللعبة في العداد ازاي تقدر تفرمل الأهلي حتى وهو كسبان انت بتدوس على حقه جيت من المباراة المصري حطوله الحنف في قط الفار ونزل له عشور الملعب وورينا هيعمل ايه يخسر الآلي جون باعتراف الكابتن جهاد جريش ضربتين جزاء ما تحسبوش وطرد المدافع المصري لا هو لو كلمت عشان يلعب حكام دوليين عشان الآهلي يخسر طيب كابتن أحمد الشنوي بداية بقى منطقة قدي أول ثلاث نقط كابتن أحمد الشنوي وخليكوا والنبي فاكرين عشان تشوفوا عدد النقاط اللي لقالي خسرها خسرها مع مين لما رجع ولو كان كسب المتشاط دي اه كان تصدر بالظبط اه ثلاث نقط قدام المصري بسبب الكابتن عشور قدام البنك الآهلي نتيجة صفر صفر قدي نقطتين حكم الفيديو حكم المباراة أمين عمر وفي الفار بسلامته محمد سلامة وهنا عفتاح هدف ولا أوضح للأهلي يتلغي عشان اللي لقالي يخسر نقطتين دي اللي قالك الكورة لما رمارة من ربيع ما سيبتيتش نشوف الكابتن أحمد الشنوي دور الفار هنا يقتصر فقط اللي أنا جايبه بعدك نعم ايه هو هذه الكورة من هنا التسلل نعم هل هناك تسلل لا لا فيه تنمى غطيين طب رامد التماس لو ننفذت بشكل خاطئ ايوة وخد هلاعب وجاب جول الفار يجي يقوله دي نفس التماس بشكل خاطئ لا طبع مش دوره مش دوره مش دوره هنا الفار بقى اوه طب الحاكم هيمشي صح الفار لا يا حبيبي له روح بروتوكول الفار ويطلعه يقولك بقى ايه اللذيذ في الموضوع الإعلام الآخر يقولك انت عايزي تكسبه بطريقة غير شرعية لا اللذق الكورة حطها تحت رجله وبصاقه جات جنف الأهلي فيما تشوكوا مع النادي الأهلي هي دي الطريقة الشرعية انت اللي كده حبيت تكسب بطريقة شرعية دي تتلغي دي تتلغي دي ما تتلغيش دي ما تتلغيش ولا يا أستاذ براي شوفوا عدم الأمانة المهنية هنا بقى كابتن عصام عفتاح وانا هنا الواقع ديت بالذات تبين موقفه الشخص ضد النادي الأهلي لأن انا عرفت انه بعت لاجنة الحكام في الفيفا وبعت لهم وكان نفسه يتفق مع رأيه ورأي غرفة الفار بتاعته ففوج ان يقولوله الفار استخدم حقه غير القانوني وما كانش يجب انه يتدخد والجن سليم ما نطأش ما عرضش انا كنت اتمنى انه عشان يزبط أداء الحكام الأمانة والنزاهة والشرف يخلوك ان انت مدام استقبلت رأي دولي بحاجة زي كده اقول يا جماعة فلان الفلاني اخطأ وبوجه الحكام للصح بدل ما ععد اكابر واقول روح القانون وروح الفار وروح مش عارف مين ايه ده دي كانت بداية مرحلة التدليس ضد الاهلي حتى لو بالكزب بس في النهاية استخدم اي حاجة مدام ده ضرب في الاهلي كانت النتيجة زي ما انتو شفتو خمس لقات او اول خمس لقات ابتدى العداد تلعب رسمي بقى اللعبة في العداد طيب كابتن الشناوي قالك الحكم الفار ما يتدخلش قرر الاستئناف بتاع الحكم امين عمر ما كانش ينفع يروح للفار طب الكابتن جماله ينظر نفسه رأيه ايه نشوفه اللعبة كان فيه مخالفة اللعيب عايز يلعب الكرة بسرعة اه حط الكرة عشان يلعب بسرعة فالكرة كانت متحركة حكم الفار تدخل وهذا تدخل غير قانوني يعني كده هدف الاهلي صحيح يعني تدخل غير قانوني ولماذا لم تعاد المبارد ده لانا مش ادري فهمه تدخل غير قانوني رحمة عم الله تأييف قالك روح الفار اه هذا تدخل غير ده قالوا تفسير ساعة يدحك قالك ده خطأ في الإجراءات مش خطأ في القانون لا تدخل ده في القانون ده فصل بالقانون قالك ده احنا جبناها وارناها لا يجوز الرجوع في القرار في الاستئناف في الاستئناف يعني بترجعش كرة مستحيل بدم تم استئنافها يعني ده جون مش شرعي بس انت صنطرت خلاص يتحسب يا اخوانا ازاي المطش ده 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 على فكرة والله العظيم ثلاثة انا رايي ان المطش ده كان ممكن يعني تربق الدنيا في الدوري ده طبعا وده كان ساعتها بالصدفة في الدوري الانجليزي نفس الفكرة ده في اسبوع حد ده رامي رامي التماس مش سليمة مناتك عنها جون وجبناها ساعتها واحنا على الهوى قالك ما هو الاستئناف من فاول او قوت او غيره ده قرار للحكم مش للفار فما ينتج عنه بتاعت الحكم مش بتاعت الفار لكن كان مقبول كان مقبول هذا التدليس مدام ضد الاهلي والحكم ما حسابش اه شاف بقى ما شافش كان مقبول انك انت في النهاية ده ضد الاهلي اذا تعادل مع البنك الاهلي يفقدك نقطتين خمسة بنت وثلاثة ضد المصر خمسة بنت برغب اعترف خبراء التحكيم مش كلامنا احنا جاءت المباراة بقى المهمة للاهلي مع اسموح الاهلي بيخسر ثلاث نقط عشان خسر المباراة ثلاثة اتنين حكم المباراة محمود البنة والاخطاء كان في الفار عمر الشناوي ومحمد لطفي تجاهل الحكم ضربة جزاء مستحقة للاهلي والضرر فقد الاهلي ثلاثة نقاط نقطة ثلاثة نقاط لقى لخسر المباراة دي أي نقطة ثلاثة اتنين نشوف رأي الكابتن جهاد جريشا في اللي عمله محمود البنة دي في ديئة اتنين وعشرين هنشوفه مع بعض لعب سموحة ما نجحش في لعب القرى وأهمل في رجل اللعب النادي الأهلي استمر للعب وآigence والضارر ما استدعش الحكم وده كان لقطة مهمة جدا لكن اللعبة زي دا بالمنظر دا دي راكل الجزاء لم تحتسب النادي الأهلي النجاح جاء باهمال ودي راكل الجزاء لم تحتسب النادي الأهلي الحكم في الملعب صعبي جدا ليشوف التلامس اللي حصل دا وصعب جدا يحسب راكل الجزاء بالمنظر د lawn لكن كان حاكم الفار لازم يسترعيه لأن الإهمال اللي حصل مع محمد شريف في اللقطة اللي فادت دي كان فيها ركل الجزاء لم ترتسب للنادي الآية. طيب كابتن جهاد جريشا بشكل واضح وصريحه المرة دي كان البناء وعمر الشناوي. دي مباراة سموح جينا على مباراة الأهل وبيرامدز. الأهل وبيرامدز بيكسب 2-0. الحاكم بيتجاهل بشكل واضح طرد أحمد توفيق لعب بيرامدز في نهاية الشرط الأولاني كانت النتيجة 1-0. وكان يمكن للاهي الاستغلال الموقف لو خد حق القانوني في الفريق المنافس. أحمد توفيق كان يستحق الطرد والفار وعدم تدخله. هنشوف رأي الكابتن جهاد جريشا في اللحاس. اللعبة الهامة في المباراة في دقيقة 46 أو 47 في الشيطة الوقت بدل الضايع. والدخول بتهور من لعب بيرامدز رقم 12 أحمد توفيق. الدخول بالمنظر ده يستحق إنذار. كان عنده إنذار موجود معنا كان عنده إنذار. وده كان إنذار التاني في المباراة طبعا إنذار تاني اللي بيودي للكارت الأحمر. وبالتالي كان إنذار مستحق لأحمد توفيق الكارت للإنذار التاني. وهي يتأخذ الكارت الأحمر طبعا لعدم تدخل الفار لأن البرتوكول الفار لا يسمح بتدخل حكم الفار في الإنذار التاني. يتدخل فقط في الكارت الأحمر المباشر. طيب ده الكابتن جهاد جريش الكابتن أحمد الشناوي عن نفس المباراة نشوفه. ألا الكلام ده قمة التهور في الالتحام. قمة التهور في الالتحام. وخلي بالك إدى للاعب النادي الأهلي اللي هو كريم فؤاد لعبة تشبه له وده فيه إنذار للنفس الكلام ده. إنه فيه تهور في الالتحام والحاجات دي كنت. يستحق الراجل توفيق البطاقة الصفراء التاني وبالتالي يخرج. أه بالضبط الزاب التاني وطرد. وإحنا بنتحدث هنا يمكن المباراة دي البرميد كسبها اتنين. لكن محدش كان عارف. إحنا بنقول تم تجاهل حق الأهلي. أه هتقول لي حاكم أجنب. أنا ما أنت بتجيبهم منين. ما إحنا ده اللي بنقوله. أي. ما ده تم تجيب لي حاكم. يا ريتك ما تجيبش حاكم أجنب. عشان كده أنا مش مطمئن الفكرة. إن ما جابش من الدول اللي إحنا بنحددها. عشان كده الأهلي حددده خمس دول. أه هو مش هجيبلك عمره منها. أه. طيب الأهلي مع الجونة. اتنين صفر. وتجاهل ضربة جزاء للأهلي من إبراهيم نور الدين. وكان في الفاروة الفرحان ومحمد عزازي. والرأي للكابتن سامير عصماء. هنا في دفع من المدافع من المدافع على المهاجم ركل الجزاء. لو قررنا اللعبة دي باللعبة الفاتت. هي هي. هي هي بس أعتقد دي أعلى. دي أقوى. كان في حالة المهاجم عمل نفس الحكاية وحسبها فاوض. بالضبط هي اللي كانت الحالة اللي قابلها على طول. هي الحالة دي. طبعا الحالة دي بالمقرنة بالحالة التانية لا دي أقوى. دي أقوى صح. طالما أنا بحث مع المهاجم بحث مع المدافع يبقى هنا. هنا في ركل الجزاء لم يتم احتسابها بالصالح النادي الأهلي هنا. في دور كبير جدا لحكم الفار. دور كبير جدا لحكم الفار. كان لازم يناديه ويقول له فيها. لو الحكم الفار ما ندوش يبقى فيه خطأ كبير مع حكم المبراء وحكم الفار. نرد الحالات كثيرة بس مهمة. طبعا دي لعبة جدلية جدلية بس هي ركل الجزاء. جدلية هي ركل الجزاء. هنا الصورة موضحة. الإيد خارج نطاق الجسم إلى حد كبير. ضربة جزاء. ضربة جزاء. احنا بنتكلم وكلها حاجات واضحة. يعني الموقف ما فيهوش زحمة. بواحد واحد وقفل وحديهم وتجاهل لحق الأهلي. ونشوف رأي كبال الكابتن جهاد جريشا. هنبتلي مع بعض في الديئة 30. وحالة شائكة شوية بالنسبة لمطالبة نادي الأهلي براكل الجزاء. عن حال الحالة مع بعض أولا. الكرة مش فيها تسلل. حساب حسن مش موجود في مهاجم تسلل. دي أول حاجة. كرة ما تلعبت هو مش موجود في مهاجم تسلل. وبالتالي الكرة سليمة. استلم الكرة بالسدر. استلم حساب حسن مهاجم نادي الأهلي كرة بالسدر. وبعد كده فيه دفع بالجسم من مهاجم من مدافع نادي الجونة. وبالتالي فيه دفع موجود بس مش بالإيد بالجسم. اللعب القرى المعارض عن دينا لعب القرى. اللعب القرى هو للعب مهاجم نادي الأهلي. وبالتالي راكل الجزاء صحيحة لما تحتسب للنادي الأهلي. لا دا فيه يعني هاي هاي نفس البيعكد على نفس الواقع الواقع. إيه لأن وصلنا للحظة بقى اللي كنت أنت تتيجي في توقيت معين واضرب بقى. وعلى فكرة وده كلام حد من الحكام. لما ببقى فيه توجيه هو مش هيفضل يظلم فيك طول الخط. هو ممكن يسيب لك حاجات في النصر كتيرة تفرحك أو تقنعك أو تهديك. بس الوقت السليم المناسب هو دا وقت التدخل. اللي كان بالنسبة لهم مع شدة الصراع ماتش المقولين. ماتش المقولين يا جماعة كاشف فعلا إذا كانت مباراة المصر كان فيها بداية اللعبة في العداد. مباراة المقولين أنت بتقفل بقى. أنت بتقفل خالص. لأنه ما اعتقدش فيه حد يسمح أنه لاعب بطنه تبان وفن الليته تتشد ويتكتف من ظهره ومش بنالته. ما تتحسبش. مباراة بقول لكم الوقاعة اللي فيها غير طبيعية. عشان يتعادل الأهل مع المقولين. ويبدأ يعمل للخلف دور. كانت المباراة. حكمها الكابتن محمد عادل. والكابتن. وهو مستريح قوي قوي في المغرب. الكابتن أصمع فتاح أم مختار شابه صغير في غرفة الفار. مصطفى متحت حتى الكابتن شويل. وهو بيسأله 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 كابتن شنويل. ده عمره حكم أي مباراة للأهل أو الزمالك أو بيرامنس أو لأي للفرقة الكبيرة. لا. ده ظهر. طب يزهر في مباراة زي دي ليه؟ ده كانت علامة استفهام. لكن كان واخد دوره البطولة في هذه المباراة. نشوف رأي الكابتن أحمد الشنويل. لعبة دي أنا بقول إن الفار يعني كان لابد إن يعني يشوفها ويتقنى فيها وينادي لمحمد يبصها. لأنها تستحق الطرق. نشوف الحالة اللي بعد كده إلاكة الجزاء المحتسبة أو دخل مين اللي داخل لعب المأولين. أه اللي هو شالها أه بص الكورة بقى اللي بتتشاطت صد من اللي بيطلع الكورة هو الشام هو الشام هو الشام شوف الحالة اللي بعد كده إلاك بص يا كابتن ما خأمس دربة جزاء صحيحة غير محتسبة للنادي الأهلي في الناهاية صح كده؟ بالضبط كده يعني البداية إدا لك ركلة جزاء واستخسرها فيك قاعد هو قدامه وشايفها والله إنزمان هناك ما هو شايف اللي داخل وشاف إن اللي داخل ده هو اللي شاتت يعني لفت نظره أكتر. يعني تعرف إنت ممكن يجي يعمل إيه لو اللي داخل ده ما شاتتش يا هتتتوه لكن ده داخل وشتت ما لفتش نظره إزاي وصل للكورة دي قابل كل الناس. والفار ما نداش متحة ما نداش هذه البداية في المطش ده خد بقى بقية الأحداث. ده ما يتعادش ضربة الجزاء ما تتعادش لعب المقاولين في العنف الشديد أمير عابد على رجل حمد فتحي ما يتطردش ما تفهمش ليه. والمشكلة الكبيرة إن الفار ما يستدعهوش رغم إن دي بتاعته لا يستدع فيه دي ولا يستدع فيه. بداية إن أنت تتعام في البقى. سفيري النواية الحسنة. آه حسام حسن متكتف من وره وفنيلته مكشوفة بطنه باينة. والحاكم قصاده والفار ما هربش راح فيهين. وما تتحسبش. بصوا بصوا أي حد يشوف اللقطة دي بالتكتيفة دي دا إيدي الباك باينة على بطنة حسام حسن. ودي تاني مرة ما أنا قلت لك الزهر إن التكتيف. يعني دا منظر بصوا لما أي حد يشوف دي دا لعب عايز يوصل للكورة التاني بيعيقه ويكتفه في داره. على فكرة يعني يمكن الكابتن جبال الشريف لما علق قالك عيب التحكم المصر تحصل فيه الحاجات دي عيب. وقال حتى إيه اللي بيحصل مع النادي الأهلي. ليه؟ ليه في مباراة يوصل أي حد بيتفرج ما يحسبش دي ضربة جزاء على أي أساس. ودي طرد ودي إعادة على أي أساس. في مطش واحد بتفقد نقطتين كانوا حيبتدوا شمموك نفس. يتروح يا اللي قدام يا توقف. ووراها يروح ما أمن عليها بالمطش الأخراني دا. دا قبل مباراة الفارقوب اللي حصل فيها. عشان يفقد الأهلي هذا النقاط. طب هو اكتفى بده بس؟ لا. ما هو لو الأخطاء عليكوا على المنافس مقبولة ومفهومة وسوء مستوى. سلوا بلدنا. لكن في الوقت اللي انت تتعرض فيه لكل هذا الظلم وهذا الإهدار من النقاط. وحقوقك المشروعة. إيه اللي بيحصل مع المنافس بعد الفاصل. أهلا بحضرتكم من جديد. المنافسة السنائية. وضعها الطبيعي والمنطقي. إن أنا لو أخدت حاجة مش من حقي أنت هتنضر. دا خصما من رصيدك. وإنت لو أخدت حاجة مش من حقيقك دا على حسابي. لأنه دا خصما من رصيدي أنا. فعشان كده. بحجم ما كان يستفيد منافسه الأهلي في مبارياتهم مع الأهلي. من إهدار الحكام لحقوق للنادي الآلي. كان في الخط الموازي ليه أخطاء الحكام في مباريات الزمالك. هي لصالح الزمالك. وبنفس المنهجية. إحنا مش هنقول رأينا. فيدي بالذات. هتسمعوا كمان رأي خبراء التحكيم. ومنهم الكابتن ياسر عبر أوف في شاشة نادي الزمالك. عشان تبقى المسألة يعني فيها هذا القدر من الموضوعية وللأمانة. ولو أي حد عنده أخطاء تانية. اتحسبت للأهلي. إحنا ما قلناهاش يقولها. لأن إحنا زي ما بقول لكم. هي فقط فرصة لكشف حساب بموضوعية. مدامنا بديتكلم على التحكيم. شوفوا التحكيم وهو بيعمل مع الأهلي إيه؟ بيعمل مع المنافسين إيه؟ نادي الزمالك في خلال هذا الدوري اللي بيتصدره حاليا. استفاد بعدد 8 نقاط بشكل مش قانوني. ومش برأينا. برأي خبراء التحكيم. والبداية عن مباراة الزمالك وإنبي. الزمالك فاز 2-1. الزمالك فاز 2-1. كابتن سامير عثمان. حكم الساحة كان محمود ناجي. وحكم الفار حسام عزب. الخطأ احتساب ضربة جزاء ضد إمبي. سبقها مخالفة على مهاجم الزمالك. خطأ الفار. ما قامش بعرض اللقطة خالص على محمود ناجي. نشوف رأي كابتن سامير عثمان. هنا قبل ما تكلم على ركلة الجزاء. لا. في دفع من لعيب نادي الزمالك لمدافع نادي إمبي. اللي خلاه وقع. بعد كده لعيب نادي الزمالك جاي من وراء. واخد القرار. واخد القرار أنه يقع. كرة دي ما فيهش راكل الجزاء. لا. دي فيها خطأ من الأول على مهاجم نادي الزمالك. إذن خطأ مزدوج. آه. فاول ضد المدافع. ما تحسبش. أو الفار ما لهش عليه. واللعيب جاي ناوي ياخد ضرب الجزاء. طيب ده رأيي كابتن سامير عثمان. طيب رأيي كابتن ياسر عبرقوف بقى. والاتنين بالمناسبة مرشحين للجنة الحكام. معك لاتنبرج. إذا كان سامير عثمان أو ياسر عبرقوف. رأيي ياسر عبرقوف في قناة الزمالك. عمفوز الزمالك على إنبي بالطريقة دي إيه؟ رقم واحد فيه دفع على مهاجم الزمالك. لو رجعنا على اللعبة بالشكل ده. راكلة الجزاء حتتلغي. وحيحسب مخالفة على المهاجم. بيأكد على إن الربط طبعا فيه فور ياسبق. ضربة جزاء للزمالك محتسبة غير قانونية. الكلام ده يا جماعة استفز جدا. الكابتن المحترم حلمي طولان. كان المدير الفن الإنبي. حلمي طولان اب نادي الزمالك. لعبا ومدربا وشخصية محترمة جدا. نشوفه بعد المباراة دي قالية. أن تسبت ضربة جزاء من وحي الخيال على رأي حكام مصر اللي على الفيسبوك كلهم من وحي الخيال. ضربة جزاء. وبعدين أنا باستغرب. ليه الفور ما نادهولوش. أنا بحي لعبتي وبشكرها. بالرغم من الهدف الأول الظالم. أنا أعتقد أن ده أثر بشكل كبير جدا. يا ناس. اللي مالوش ظهر بتضرب على بطنه. يا ناس. لو سمحتوا. لو سمحتوا. كده كتير. هو ده امتداد للموسم اللي فات ولا إيه. أنا مش عارف. أجاوبك يا كابتن حلمي آه. امتداد يا حلم. يا كابتن حلمي. والمطش ده خلس اتنين واحد. آه. ففي نقطتين هم. مش شرعيتي. غير قانونيتين. بس الكلام. حلوة كلمة. وده امتداد للموسم اللي فات ولا إيه. عشان تعرفوا الموسم اللي فات ده كان فيه ايه بالزبط. الموسم اللي فات ده كان موسم مش طبيعي. مش طبيعي. زمالك بيلعب مع السيراميكا. زمالك فاز واحد صفر. هالحكم اللي بيرقص. كم تي محمد معروف. الرجل اللي عايشها. عايش اللحظة. كان محمد معروف حكم المباراة. والخطأ تجاه الاحتساب. دربة جزاء صحيحة لسيراميكا بشهادة كل الخبراء. الفار ما نبهوش. لوجود مش عارف الفار في مطشات زي كده بيروح فين. في شد وجذب ودفع وركل. لكن ملوش دعوة. هو يلغي للآله بس. نشوف رأيي كابتن جهاد جريشة على حصل. القرار واضح وصريح. ماسك ودفع في نفس اللعبة. هي عبارة عن ما شفنا للمسكة هو والدفع من لعب 24 زمالك. ماسكة من رقم 3 طريح حامد. والدفع من اللعب رقم 24 المسلوسي. وبالتالي فيه ركل الجزاء لم تحتسب لسيراميكا. وهذه كمان نقطة ايه؟ وشهدد على الكلام الكابتن أحمد الشناوي. نسمعه. بص بعدها بيشد تاني وبعد انجابه ازاي. التاني جي بص الايد والدفع بتاع المسلوسي بص ايده بيزق ازاي بايده خلاص. الخطأ موجود وكان لابد من احتساب الركل الجزاء. احنا زماله احنا كنا بنلعب. كان اقولك اتنين على واحد فاول. فاول او. فاتنين على واحد ويشد دلوقتي يا جماعة مش فاول. طيب جي الزمالك بيلعب مع المقلين. النتيجة واحد صفر للزمالك. نقطة اين خادهم الزمالك ضرورة اعادة ضربة جزاء بتاعة المقلين. نشوف رأي الكابتن سامير عصمان. حارس المرمى نادي الزمالك طالع برا للمرمى بالكامل. اخر كعبه مش ملاصق لخط المرمى. والقورة هنا طبعا لازم تتعاد خاصة انها لم تدخل مرمى. طيب يعني اللعبة تخش وانه خش. وجون برا الجون. كل الشروط الاعادة موجودة. والحكم الرابع واقف مشارك في اللعبة. والحكم التاني باصص على الخطوط وعلى الناس. وتيجي انت في النادي الاهلي نفس الشيء تكرر. يعني ديل صالح زمالك وديه ضد الاهلي. لعيدت هنا ولا لعيدت هنا. وفي الحالتين بتدوس عليها. طيب كابتن جهاد جريشا. هذه كمان ايه؟ بقصدت نقطة كده؟ ايه كابتن جهاد جريشا عن نفس الواقع. نشوفه. أولا راك للجزاء الماولين والزمالك الماولين. راك للجزاء الماولين صحيحة. حاكم احتسابها. وكان فيها فرصة محققة مع وجود الكرة موجودة. وفيه منافسة على الكرة. وبالتالي الانظار المستحق من أمين عمر. فراجل الجزاء صحيحة والانظار المستحق. هنشوفه التنفيذ. لاحظ التنفيذ. اللعب الماولين العرب. في لاحظة اللمسة أو قبل اللمسة كمان. محمد عواد مغادر بكامل رجليل اتنين خط المرمى. وبعد كده محمد عواد حارس مرمى زمالك تصدق الكرة وصدها. كان لازم أو يجب على حاكم الفار التدخل. ومطالبة الحاكم بيعاد راك للجزاء مرة تانية. في مرات طلع الجيش وبيرامدز حاكم الفار نفس الكلام. الشناوي حارس مرمى بيرامدز فارق بكامل رجليل اتنين خط المرمى. وبالتالي طبعا حاكم الفار قاعدها وتعادت تاني ودخل الجون. عايز اقول ان فيه في المباراة في مباراة طلع الجيش وبيرامدز حاكم الفار طبق. في مطالب الزمالك الحاكم الفار اخطأ. كان لازم يعيد راكلة جزاء نادي المقاولين العرب. وهنا مربط الفرص. اما يكون الاعادة الصالح زمالك تتعاد. اما كل اعادة ضد الزمالك ما تتعادش. والحاكم لو تشوفوه واقف مدى ظهره الحارس المرمى. ازاي? في ضربة جزاء المقاولين. وبعدين كل مرة يشاوروا على الفار. الفار بيستدعي هنا عيد. والفار ما بيستدعيش هنا. وبينام هنا. يعني حاجة الفار 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 الفار. ما انا بقول لكو ده دور الجار العب. غاب العدل العب يفار. غاب العدل العب يفار. العب يفار. الزمالك بيلعب مع المحلة. اه الزمالك كسب 4 صفر. لكن زي ما والاهل بيكسب برضو ما بتدلوش حقه ضد المنافس. نفس الحكاية. الزمالك بيكسب ما بتديش المنافس حقه. ضربة جزاء للمحلة لم تحتسب. الكابتن احمد الشناوي وجهات جريشة عن تجاهل الحكم لضربة جزاء المحلة. الاتنين كانوا مجمعين عليها بوضوح. لو هو قبل الكورة دي. لو خد الكورة بعد كذا في اي انتجاه تاني. استمرار لعب. لكن خلاص. بعد كده انتهى. انت عقد. لاخدت الكورة. ولا عملت حاجة. وعقدت حركتي من ان اوصل الكورة بتاعتي. انا بالعب وانت منعتني من انصول لها. فبالتالي هنا العاقة واضحة. دي معانا عاقتين في لقطة واحدة. الحكم شافها وما اقتنعش بيها. في الاخر دي ركل الجزاء صحيحة. تريغ غز المحلة لم تحتسب في الشوط الاول. الفار الفار. وهذا ربط كذا. احنا بنجيب لكم بس عشان شوف العين اللي بتبص. وبتقيم سيبك بقى. شيل نفسك. من الاهل والزمال شوية وقلوا طب بتحسب دي معيارك ايه. بتلغي دي معيارك ايه. بتعيد دي معيارك ايه. ما بتعيدش دي معيارك ايه. عايزين نفهم. فالاهل لما يطلب التحقيق في ما يحدث في شؤون التحكيم. خاصة المطش اللي فات بقى هو أستاذ إبراهيم. توضح النية. انت مش هتحط النقطة غلط. اه. يعني انك انت تحطها لي. ناحية. خط مطقة الجزاء مش ناحية المرمة. يبقى انت قاسد تدلس. ايه. واخد بقى في كل سوابك. ما قدرش ادي لك حسن ليه يا بدا. طيب. زمالك بيكسب المصر اتنين واحد. وتجاهل تام لطرد الونش. نشوف الكابتن احمد الشناوي. عن اللي عملوا مين بقى. يعني انا مش. انا رأي ان الكابتن احمد الشناوي غلط. لانه بجد لما الكابتن محمد معروف يحكم مباراة للزبالك. مش محتاجة لشناوي ولا سامير عثمان ولا اي حد يعلى. بصراحة. يعني الناس اللي شافت حكم بيقب عشان يحتفل مع فرقة. في كورة عايشها. وعايش نفسه يلعبها. لا. لو في سياسة مسؤولة في التعينات. ده ما يحكمش مباراة زي كده خالص. يحكم لاي حد تاني. لكن القاضي اللي بيجاهر بمشاعره او بيكشف عن عقدته على المنصة بيتنحن. فبالتالي تفاعل الكابتن محمد معروف مع مباراة للزمالك. اعتقد لو تفاعل اي حكم لمباراة مع الاهلي. يبقى لجنة غلطانة لو وديته يحكم مباراة للاهلي. مدام هو الراجل كاشف عن عقدته وعن ميوله وعن مشاعره بهذا الشكل. لو بعملها مع الاهلي اي حكم بقولكو يبقى خطى من لجنة ان يتعينه مباراة للاهلي. لانه فيها الظلم للمنافس مش هيحكم ضد مشاعره. اللي هو جاهر بيها وعاشها واعلن عنها. فلما محمد معروف يعيش مع الزمالك اللحظة. ويقب عشان يلعب الكرة. لا. لو اي حد بيعمل تعينات للتحكيم. بيفهم زره في حتة الهيستوري بتاع الحاكم ما يحطوش في مباراة للزمالك ابدا. كابتن احمد الشناوي. رأيه في تجاهل محمد معروف طرد الوينش. مين اللي مستعز عالكورة؟ لعب الزمالك لن يلعب الكرة. هتبقى اللي القانون طلال مخلفة خارج منطقة الجزاء يبكرت الاحور. طيب. ودي الفارلا استدعي زي ما بيستدعي في حالة لعبة الاهلي. ها. ها. تعال اطروت ديانج. ديانج ودي انظر لفتحي وكده. ها. طيب. وتعال شوفوا الكرة اللي ما تثبتتش. الزمالك وسيراميكا 3-2. يعني بصوا كانت نتيجة المباراة. الزمالك كسب سيراميكا 3-2. كان الحاكم إبراهيم نور الدين. قراروا انه تغادى عن ضربة جزاء صحيحة لسيراميكا. والزمالك استفاد. حصل على نقطتين غير شرعيتين. والحاكم إبراهيم نور الدين تجاهل احتساب ضربة جزاء صحيحة لسيراميكا ضد الزمالك. دي كانت واقعة واضحة جدا يا جماعة. استفاد بها الزمالك. أنه أخذ نقطتين في هذه المباراة. نشوف رأيي كابتن سامير عصمان. التاكلين اللي عمله الوينش تاكلين طبيعي جدا. بس ما بتترفع عن الأرض. تبقى للقانون دي بتبقى حركة إضافية. فهنا زي ما احنا شايفينها. طالما الرجل خلاص ارتفعت على الأرض. خبطت فيه اللعيب. وهو بيجري بالشكل ده. وما زالت القرى في الملعب. ركلة جزاء. ركلة جزاء واضحة. كل الناس أجمعت عليها يا برضو. على سامير عصمان. ونشوف رأيي الكابتن جهد جريش. نحضروا لعب سلاميكا. المهاجم نجح في لعب القرى تماما. مدافع زمالك الوينش. برجله المرتفعة دي. عمل إعاقة في رجل المهاجم. وبالتالي رجل الجزاء صحيحة لم تحتسب لفريق سراميكا. رجل الجزاء صحيحة. رجل الجزاء صحيحة. لم تحتسب. لم تحتسب. دي احنا دخلنا في تمن نقاط. تمن نقاط استفاد بيهم الزمالك. و11 نقطة حرم منهم الأهلي. خلت المهندس فرج عامر. الشخصية الرياضية الكبيرة. ورئيس نادي سموحة. وصاحب التجربة الكبيرة مع سموحة. الرجل يغرد بيقول. في الدور المصري. مش مهم تعمل صفقات. وتجيب لعبين متميزين. ومدرب عالمي. ومخطط أحمال. ومحل المباريات. وأخصاء علاق طبيعي. ومدرب حراس مرمى. وتعمل شركة كورة. تجيب محترفين عالميين. لا. الأهم أن يكون الكابتن عصام عبد فتاح. ولجنته راضين عليها. أكتر واحد أسلو كوا في الموضوع ده. ضع منه اتنين كاس. قدام نفس الفريق. اللي بتجام. بضربات جزاء وهمية. وعدم حصوله على حقه. عرضنا في اللفات ده كله يا جماعة. هذا الملخص لحصاد التحكيم السنادي. حتى لحظة توقف الأهلي. عند ما يحدث من مهزلة للعدالة في الدور. ومطالبته بعدم الموافقة على استمرار لجنة الحكام بتشكيلها بوضعها. لأنه زي ما قال المجلس فقدت نزاهتها ومصدقيتها. واللي عرضناه عرضناه. صوت وصورة باعتراف أراء التحكيم. ومنهم ناس على شاشة نادي الزمالك. الشقيق. لا تدخلنا برأي ولا فسرنا. ما حدث مع الأهل. 11 نقطة خاصة من رصيدك أو إعاقة ليك. وتم النقاط استفاد منها الزمالك بفعل هذه الأخطاء التحكيمية. ما كانش رأينا. كان أراء خبراء التحكيم فقط وقع بوقع ومباراة بمباراة. 11 و 8. أعتقد المسألة واضحة جدا. نطلع لفاصل. بعد الفاصل. طيب قبل ما نطلع لفاصل الحقيقة. القلع على الأهل يا جماعة. هو إمتى هتلعب. بس إمتى الأهل يرجع لمستوها باشمانس. إمتى الأهل يرجع لصورته عنده جمهوره. الناقد الرياضي الأستاذ حسن مستكاوي. الرأيه في هذا الظرف اللي الأهل بيمر به. وإزاي ممكن الأهل يرجع تاني نشوفه. يرجع الأهل اللي الناس عرفاه. الأهل وقت كان بطولة أسف. حوالي 140 بطولة مثلا. على مدى تاريخه. يعني. اتهز أداء الفريق مرة واثنين وثلاثة واربعة. بس على فكرة بقى. الظاهرة الغريبة جدا. أن الأهل. يعني. في الخمسينات أخذ الدولي تسعة مرات واربعة. في السبعينات أخذ الدولي سبعة مرات واربعة. فيما بعد بقى أربعة مرات واربعة وخمسة مرات. يوه هكذا. ما بيش فريق في مصر قدر يعمل له. تمام. وكل مرة تقريباً الأهل بيعمل إنجاز سلسلة الانتصارات الطويلة دي. بيبقى بعد أزمة. بعد انكسار. بعد هزيمة الماء. وهي الناس تتساءل على العمليات البناء. وفيه درس في التاريخ الأهلي. الوحق إحنا عشناها. اللي هي فرقة التلامزة. لما كابتن رعد صالح الوحش. بعدين كابتن صالح سليم. عملوا فرقة التلامزة. وكابتن صالح قال لجمهور الأهلي. إحنا بنبني فريق. وهناخد بطولات بعد كده. سنة أثنين. احتقر البطولات في فترة السبعينات دي. كان بتاعة الأهلي كلها. يعني الأهلي محتاج ابني فريق؟ البناء اختلف من السبعينات دي. دلوقتي طريقة البناء. انت زمان كنت بتبني بناشئين. دلوقتي فيه احتراف. فانت حتجيب لعيبة مراكز محتاجها. باشواندس. أستاذ حسن مسكاوي بيسجل لهذه الملاحظة. انت بقى وانت شاهد على عصر الكرة الأهلوية. انه اللي بيقوله الأستاذ حسن مسكاوي. في كل عصرة للأهلي. لا خد بقى انطلاقة قوي بعد. اه. اقول لك. ايوة. وعشان كده انا. انا مش للحالة فاتت. قلتلك احيانا الادراك بيبقى مخلق. ايوة. انك تشوف في الصورة. لما فيه عنصر من العناصر. بتاعت التوليفة السحرية. يبتدي موقفة الضغار بتقلق. وليه انا بقول حبه الأهلي كما وقدموا. لانه كان له كتالوج. ولي بقولهم كابتن حسن ده. ده كتالوج. في ساعة العصرة بتجد الخبراء يتلموا وبيبقى محدش داريان بيهم. وبيبتدوا حطوا الخطة ويتحركوا محدش داريان بيهم. ويتلاقي فريق تكون محدش سمع عنه. ويتلاقي النتائج جات. الله 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 الله. الدنيا مشت. ما فيش ضجة. ما فيش سخب. ما فيش ناس بوشي بتضغط عليك. أنا أفهم المنافس يطلع عني إشعاعات. ويلسن علي. لكن ما فهمش. مهما كان جمهوري زعلان. هو احنا يا جماعة. ده احنا ما بننامشي. يا أخوانا احنا زينا زيكم. والنبي بناش تصنيف تصليح. احنا ما بنستفدش. وانتم بتستفيدوا. الكلام ده ما يساحش نقوله ببعض. اللي قاعد في النادي الآلي ما هو سايب شغل تاني كان بيعمله بره. لكن حابب الآلي. وانت لو وانت بتشتغل. كان لك أي فرصة تشتغل في الآلي حتى لو ضحيت ماليا. هتيجي لأنك بتحب النادي الآلي. الاستاذ محمد المصر ربنا تدي له الصحة. الراجل اللي جيه اشتغل سايس على باب النادي الآلي. وهو رجل فاضل عشان بيحب النادي الآلي. بعدين دخل اشتغل جرسات. عارف وانت عارف قصته اللي كان بيجمع تاريخ النادي المؤرخ. انا سميته المؤرخ. من حبه للآلي اكتسب ثقافة. ده بعمل كده ليه. وهو رجل اللي يعني ما هواش ثري جدا. يعني راجل متوسط الحال محترم جدا. وانما كان حبه وعشقه. فيه ناس عايزة تقعد في النادي الآلي وبس. فمش عايزيني زايد على بعض. ما بقولش مين بيحبت الآلي أكتر. بس طرق الحب مختلفة. اللي عاش جوه النادي الآلي شاف كتالوج عايز يلتزم بيه. بينقوله لكم من غير زعل. ما فيش لوم حدش بيقولكو. انتو بتحبوا الآلي أكتر من أي حد. أنا بعرف ناس مكتئبة. وانت تعرف قاضي جليل بيبكي. واخد بالك. ها صحيح. ليه بيتألم ان حد يقوله كلمة ما تبسطوك. يعني حتى لو كان بكاءا. يعني كده إحائيا يعني أو رمزيا. يعني أنا ما أقولك ببكي بقلبي. لكن هو بيتأثر بيتألم. ويقولك يا أخي. كله حتى فيه أطفال. فيه أطفال يا جماعة فيه سيدات. أنا ما أقولك. وده كاترة. أروح أكشف أليها الدكتور. يقفل الباب ويقول لي لا تعالي. عايزين إجابات. عايزين عزاك تطمنهم. كل دول بتكلموك. عايزاك تطمنهم. الناس كبيرة. رجال أعمال تبقى مش متخلين عندهم وقت حتى تشغلوا بالكلام ده. وناس بسيطة بتحب النادي الأهلي أكتر من كل دول. لأن ده حياتهم بقى. وهو مروح البيت. اللامة البسيطة مع أسرته. مع اللقمة البسيطة مع التلفزيون البسيط. دي سعدته أن يشوف الأهلي بيكسب. عشان كده أنا بدأت حلقتي. وقال له برافو عليك. يا كابتن عصام. إنك هارف تتنكد على شعب. ما فيش بيت ما فيش واحد ألاو. حتى لفيه زمالكاو. واخد بالك. هارف تتعمل دي. فإنما مش عايز جمهور الأهلي يفقد إيمانه. بقدرته. وأنا ما بقول إقدرته مش عايز أسماء. ما بقولكش ما تفقدش إيمانك بفلان ولا بفلان ولا بفلان ولا بفلان. لأن دول بيمثلوا النادي الأهلي وبيخلصوله وبيتعبوله. وما بيناموش. وبيتألموا. عشان أنت تسعد. ليه النهار شغالين بفكره. ما يعني ما يستحقش الأهلي أبدا. إن جمهورة تخلى عنه. أبدا. والتخلي مش إن كنت تبقى بتحضر. لا التخلي في الدعم. من إم ترمينا الفوتة أستاذ إبراهيم؟ إحنا بنسمع الدوري راح الدوري راح الدوري راح. أما بقت مسألة ممكن اللعيم يتعود عليها. الكلام ده غلط. إحنا كان قريب جدا. كان الدوري بعيد جدا جدا. وكابت أستاذ يقول له الدوري في الملعب. لحد ما جه الدوري. أكسب ملكش دعوة وتعب معي. ومش ضروري تنتظروا الأداء والنتيجة والسكور الكبير. والشوط الثاني والشوط الأول. واصل الشوط الثاني كان كويس والشوط الأول وحش والعكس الصحيح. والمدرب اللي غير خرف. كلنا بنفهم كرة. وكلنا بنتكلم مع بعض في بيوتنا في الكرة. لكن مش معنى كده إن أنا ألزم المدرب يعمل اللي أنا عايزه. وألزم الإدارة تعمل اللي في دماغي. وألزم وإلا حتبص تلاقي تلاتين أربعين رأي بيتصرع تاخد برأي مين. ما إحنا فضلنا ناس تنتقد في موسيماني وبيكسب خمسة وستة واربعة. أسو كان يقدر يعمل كده. لما ميشي موسيماني ماشيتول إيه ماشيتول إيه ماشيتول إيه ماشيتول إيه معين موسيماني هو اللي ميشي. وميشي متأثرا بضغط ظروفه. لأ ظروفه هو أهل أنا الضخم المناخ اللي عايزاني يكسب على طول وأنا مش قادر يعني. مش عايزين نعمل مع كل الناس كده أنا ليه بتكلم الكلام ده ومش قضي لدي أحد. ولما بقول للعيبة اللي أنا بعشن فيهم ولاد النادي الأهلي وبعاتبهم. لأ الكلمة منك بتجرح وبتتاخد مرجعية. ما تخليش غضبك الشخصي على موقف شخصي يأثر على رأيك في الموقف اللي احنا فيه ده. احنا طول عمرنا التكاتف والغموض. الغموض اللي انك بتشتغل في السر تشتغل ما بترغيش. في هدوء بقى في هدوء وبعدين لجلة الكورة لجلة التخطيط في شركة الكورة حتعمل وبتقول وبتساوه في اين الكلام ده. اللي بيعمل مش هيقول لك يا ابني مش هيقول لك. فنريح دماغنا كلنا وبلاش ننصق وراء ناس بتاخدنا للي هي عايزها. إيه الاقل ينسحم إيه السيد ابراهيم الاقل ينسحم إنت قلت إيه المشاكل اللي تحدث مالية وإدارية وقانونية طبعا. واخد بالك لا يليق أبدا بنادي بقيمة النادي الآلي بيكلم عن الرياضة ويدافع عن قصص الرياضة إنه ينسحب بيسجل رأيه. حتى لو كانوا سيلي الضغط. طبعا فالمبدأ الرياضي نفسه مرفوض. المبدأ الاقتصادي الكلفة عالية جدا. ما كسبك الأدبية انت هتغيب عن كل الدنيا دي بقى. ما تكلمنيش لا على أفريقيا ولا على كاس عالم ولا حتى على دولة. قبل كاس العالم اندين ما تنروعوش ما تلعبوش ما تنسحبوا. وروحنا ولعبنا وربنا كافئنا. أنا فاكر فاكر قبل كاس العالم للاندين. وكانت الصورة ضبابية جدا. ما ترعوه. اللعيبة بتاعتك موجودة مع المنتخد في كاس الأمم. وطلع المهندس عادلي هنا في البرنامج. وقال لا لا لما نسحيه شابدا. مهما كانت الظروف صعبة. يروحوا يسجل موقع. ورايحين ايه؟ برعبين من الظروف. طبعا. بس هما نفس اللعيبة. اللي الناس بتشكك فيهم. هما اللي عملوا كل المستوى اللي اتعامل. فقط كانت الحالة البدنية بتاعتهم تسمح. بس. على فكرة دلوقتي اتحاد الكرة طلع بيان صغير. قال انه بخصوص التعاقد مع الانجليزي كلاتنبرج. قال انه تم التعاقد معاه على ان يتولى رئاسة لجنة الحكام. في الاتحاد المصري. ويقيم في مصر اقامة دائمة. وانه تم الموافقة ليه على ان يعمل مستشارا للاتحاد اليوناني. بتكليف من الاتحاد الاوروبي. على ان يكون عملوا مع الجانب اليوناني فقط من خلال الميتنجزوم من القاهرة. متفرغا للعمل كرئيس لجنة الحكام. يعني هو متفرغ مصري كرئيس دي جديد دي. كرئيس لكن هو استشاري هناك. هو استشاري هناك بالميت المزوم. لانه كان يزيل انه هو متعاقد معه. ده اتحاد الكرة طلعها دلوقتي. علشان يرد على فكرة انه كلاتنبرج اتعاقد معه. هو بس احنا الفكرة لانه ما ييجي كلاتنبرج. اه. يتحط في المناخ اللي يساعده بقى انه يبقى صاحب رأي. ما يضغطش عليني. بقى الراجل برضو تبصت ليه بعد شوية مصرناه. لا مش عايزين كده. يعني مصرناه كرويا يعني. اي. يعني اشتغل بطرقيتنا. اي. زي المداربين اللي بتيجي بعد شوية. فيه مدارب يفرض اسلوبه عليك. ومدارب يعمل اللي انت عايزه. التاني ده ما بيتطورش. ممكن يكسب. بس الاولاني. لا ده يطور. ودول خمسة ستة. اللي جون مصر عمله كده سواء في الاهلي او في الزمالك او في المتخبات. طيب. الاهلي بيكسب ليه. سر فوز الاهلي بالبطولات. عشان جمهورنا يبقى عارف. ايه مصادر قوتك. ليه انت واخدت 141 بطولة في تاريخك. ليه النادي الاهلي. بيزاحم ريال مدريد. على لقب الاكثر تتويجا في العالم. بالمناسبة ده الوصيف الكبير. انا لما بقى وصيف. وصيف ريال مدريد. على الاكثر تتويجا للبطولات في العالم. الكابتن المحترم حلمي طولان. له رأيي في سبب تفوق الاهلي واحرازه للبطولات. سر الاهلي فين. نشوف الكابتن حلمي. أفضل مدرب أجنبي في آخر 20 عام. منو الجوزي كيروش مدرب آخر. شوف حضرتك أنا النادي الاهلي. مع احترام المستر منو الجوزي عمل إنجاز كبير جدا مع النادي الاهلي. وهو صديق عزيز كمان يعني. النادي الاهلي. بيصنع مدربين. فما تقسش في النادي الاهلي. النادي الاهلي هو اللي بيقسب البطولات. بسيستمه. باحترافيته. بنظامه. بقدرته. أي مدرب بييجي النادي الاهلي بينجح. قد تتفق معاه وتختلف معاه في تقييمه في الشخصية المدربين. ولكن مؤكد تتفق معاه في ذكره ما يقدمه النادي الاهلي وما يضيفه حتى ينجح المدرب معاه. بنظامه. باحترافيته. باسلوبه. بعدم التدخل. بالإمكانات التي يوفرها. وهذا وضع مستمر. لكن أحيانا تحدث أجواء تؤدي إلى بعض الخلخلة. حيتجاوزها النادي الاهلي بدعم جماهيره. تاني و تالت. محتاجينكم جدا. سيبكم بقى من أي حاجات تانية. محتاجين الجمهور يسق. و يقتنع أن النادي الاهلي قادر على العودة بمنتهى القوة. الفترة جاية عايزينكم تنجحوا اللعيبة اللي حتلاقوهم. ناشئين ناقيهين. لعيبة قديمة. تقول لك لا إحنا عايزين خدنا راحتنا وكفاية وعايزين نرجع. أيّا كان الموجود لازم ياخد الدعم منك لأنه كلهم جايدين. يا جماعة ده قطاع الناشئين في النادي الاهلي السنة دي. يعني عامل بالذات في الفرقة الفرقتين اللي تحت النادي الاهلي. الشباب. الشباب. عامل حاجات كويسة جدا. الشباب على فكرة فرقة عشرين وواحد وعشرين كسبان الزمالك رايح جاي. يعني حتى العناصر المميزة في الزمالك. علشان ما كانش عنده قيد السنة دي. فكان حل اضطراري عند فريرة أنه يلجأ لقطاع الناشئين. فقدم عناصر جيدة جدا أفادت فرقة. وهم كواسين جدا. طبعا. وهم في كفائتهم دول. القالي كسبهم رايح جاي. فأنت عندك فرقة محترمة. عندك ناشئين جيدين يحبوا يعدوا على الفرقة. أستخلي بالك الناشئ لما تدفعه. لو كسبت أنت ساعدته. لكن المشكلة أنه لو دخل في توقيت ما يساعدوش قوي. لكن وإحنا شفنا في فطرة الرابطة. مصابة الرابطة. مدموعة رائعة من الناشئين. أنا بتفرج عن الرجل الباكليفت بتاع رقفة خليل. رقفة خليل. إيه اللي يبدع ده؟ إيه اللي الموهبة دي؟ خالوا إن رقفة خليل وإنت عندك هنا محمد أشرف. لاتنين. خلاص. ما عندكش مشكلة ستاني. نستحمل شوية. بالظبط. ياخدوا فرص ونستحمل شوية. يعني هيلعب. هيلعب. إذا كان هيلعب محمود وحيد راجع من الإصابة. أو هيرجع. يلعب محمد أشرف. اللي هيرجع من يوقف معه. في انتظار محمد رقفة خليل. اللعيب اللي حيسمع جمهوره بيسق فيه. حينزل واثق في نفسه. اللعيب اللي حيلاقي جمهوره مش واثق فيه في بداية المباراة. زيما الماتش اللي فات ده. حيبقى على ما يلاقي نفسه وينسى الكلام ده. بياخد وقت في الملعب. بيضيع تلت ساعة ربع ساعة على ما يسترد نفسه. فليه نضيع الوقت؟ بصوا الفرصة للشباب ابتداء من مباراة الاتحاد يوم الحد. والدور على الجمهور اللي بيروح الملعب. دول ولاد صغيرين. محتاجين اللي يحتضنهم. محتاجين اللي يساعدهم. محتاجين اللي يشجعهم. محتاجين اللي يديهم ثقة. الثقة للولاد الصغيرين في مواجهة موقف زي ده مهم جدا. مش عاجين اللي حاسب على الغلطة. لانك انت اللي حتبني من الولاد دول. انت اللي حتاخد من الكنز ده والمخزون الكبير بتاعك. العناصر اللي هتكمل مع التدعمات الكبيرة اللي ان شاء الله يدعم بها الاهل فرقته. والعناصر المستمرة مع الاهل من اللعيب الكبار. ده المخزون الاستراتيجي المهم. اللي جمهور الاهل مطالب باحتضان هؤلاء الصعيدين. ابتداء بإذن الله من مباراة الاتحاد يوم الحد. ان شاء الله. في بداية مسيرة بقى الاهل بيجدد فيها شبابه. واعتمد فيها على ناشئيه. ويأكد فيها على موقفه وكلمته للاتحاد. احسن وقت قبل ما نقفل. احسن وقت تقدر تجدد وتدعم وتعمل تجارب. هي لحظة الهبوط شوية. لان الناس تبقى فهمة ان كده ممكن تعمل كده. غررنا لكم من رؤى التحكمية الكاملة. وكنا حرصين كل الحرص. ان احنا ما نعرضش اي فيديو لكابت الناصر عباس. من خلال شاشة قناة الاهل. حرصا على الموضوعية. كابت الناصر خبير تحكيمي كبير جدا. رأيه مهم جدا فنيا. لكن لانه تكلم في قناة الاهل في كل مباراة. ما استعنناش ابدا بفيديو واحد. لناصر عباس في قناة الاهل. واكتفينا برأي مجموعة الخبراء. رغم ان رأيه مقايد جدا جدا لمقيم. جدا كاشف كمان وشكل علمي دقيق. لكن حرصا على الموضوعية وللأمانة. شفنا معاكم كل أراء الخبراء التحكيم. اللي أكدوا. الاهل ضاعت منه 11 نقطة. بسبب أخطاء تحكيمية. وازمالك استفاد بالتمنقات. لكن ومع هذا. أمي أهل شوف ولادك والبنود. دمتم للأهل دائما. ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى. بطلا شامخا وعلى خير أن نلتقي مساء الاثنين القادم. إن شاء الله تصبح على خير مع رائعة فكر أبازة. أمي أهلي شوف ولادك والبنود.